اه بكل بساطة ايه هي الاس دي وان هي اه وهي ابروش من خلالها من خلالها بنقدر نمانيج الان بتاعتنا اه هي عبارة برضك عن اه تمام الانترفيس دي بتحتوي على جروب اف ممبر انترفيس اه الممبر انترفيس ما تبقى جاية من فلو يكن مسلا انا عندي هنا وعندي هنا اه ايس بي وان وايس بي تو وايس بي تري اه راوتر 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 فبيبقى كلهم داخلين على كل واحد بانترفيس اه فالاس دي وان بيبقى هي كده بناخد كل الانترفيس دي نجمعها في الانترفيس دي ونبتدي اللي احنا نتعامل مع كل كأنهم ايس بي واحد ونبتدي اللي احنا نشتغل عليه اه برضك اه زي ما قلنا في الاخر ان الفورت جيت بيجروب كل الممبر انترفيس دي من خلال اه سنجل اه فيشوال انترفيس اسمها الاس دي وان انترفيس ويبتدي استخدم الاس دي وان اه لو انت استخدمت الاس دي وان ده يعني ده بيسيمبلفاي الكونفجريشن او بيبسط عميل الكونفجريشن لاني وساعيتها بيقدر لهو يكونفجر سيتوف فروتس وفاير اول ويبتدي اللي هو اه 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 يعني اه يبتدي اللي هو يابلوcare ديم على الانترفيس اه بدل ما يبتدي يعمل لو كل اه لا انا عايز مسلا اه هريب عندي اه 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 ساتك روط دي وستاتك روط دي وستاتك روط دي كل انترفيس لا ساتك روط لا انا ببتدي اجمعهم كلهم في في وعمل بس لالفيرشوال انترفيس دي وبدل ما اعمل بوليسي دي وبوليسي دي وبوليسي دي لا انا بعمل بس وان بوليسي للفيرش والانطافيس لان هما كلهم موجودين في الانطافيس دي. طبعا هي لاها مزايا كتير قوي وكلام ده بس خلينا نقول بعض المزايا لاها بتديسه الكوست. اه لان يعني انا مش محتاج اه 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 خط بس فيكس معينة. لا اي خط سواء او 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 اي نوع خط. اه برضك حتة بتاعت السنجل والكلام ده مش موجودة. اه حطة برضك اللي هو من خلال اللي انا لأ انا مسلا مجموعة من اطلحهم من مجموعة اطلحهم من مجموعة اطلحهم من مجموعة من اطلحهم من وكزا. فبالتالي الموضوع بيبقى افضل واحسن. طيب. اه برضك حاجة اه من المين اه اللي بتخلينا ندبلوه الاس دي وان او الاس دي وان بيبقى ساعتها هو افكتف. اه لما بيكون طبعا زي ما قلنا بيبقى عندي اه ملتبل اه ملتبل اه وان لينك. اه وعايز اللي انا ابتدي اه اشيفنج او ابتدي اللي انا استخدم اه لود بالانس الجوريزم اه بناء مسلا على البلند على البندويتس او على اليوسج او على السيشن او على فمسلا انا عندي ده بتاعي وعندي هنا ده الفورتيجيت وانا مطبق اس دي وانا عندي ثلاث خطوط خط ام بي لس وخط انترنت وخط تريجي او فورجي. وعايز بقى اللي انا ابتدي اطبق الشغل بتاعي. فمسلا هل يكون مسلا انا عايز اطلع مجموعة من الناس مسلا بناء مسلا على السيشن. يعني ابتدي اللي انا اه لو عندي مسلا ميت الف سيشن هطلع من هنا مسلا تلاتين من هنا تلاتين من هنا مسلا نبقiorيين. اه لا ده انا عايز مسلا بناء على البندوتس يعني حجم الخط الامبي لسة اقبر من حجم الخط اجمع من حجم الخط ده البندوتس بتاعته. فطلع بودان على البندوتس. يبقى ده مسلا اوزع مسلا ولياكم ده هيطلع من عليه ا 45% من الترافك. واوزع من هنا الباقي اللي هما تلاتين وثلاتين. او بناء على ابليكيشن. انا عايز مسلا كل الناس اللي هتطلع اه ب�لكلوت تطلع منه على انترنت. طب اناس اللي عايزة تطلع لأوفيس تطلع من على طب الناس اللي عايزة تتكلم بتاعتي تطلع من على تمام? اه دي من المزايا بتاعته. مميزة برضك تانية اه وهي مهمة جدا وهي بتاعت اللينك. بيبتدي اللي هو يقيس بتاعت اللينك عن طريق بعض الكريتيريا زي اه اللي تنسي او الجيبتر او الباكتلوس برسنتج. ونهان عليه بيبتدي يحدد جودة الخط ده ويحدد الهائة في البيت هيتم ازاي? وياكم مسلا هو لقى جودة الخط ده مش تمام قوي. يبتدي اللي هو يشيل شوية تافك من عليه ويبعدت على خط تاني. اه هو الموضوع مش كده بالزبط. بس ان شاء الله لما نيجي لحث دي هنفهمه اكتر. اه ممكن مسلا اه هو يدي تكتل ان الخط ده واقع. طيب انت مسلا عامل قول بتقول كل الناس اللي طلع الهدك واوطة تطلع من على الخط ده. طب الخط واقع. يفضل برضك مطلع الناس عليه. لا يوحي هنا على خط تاني. كل ده طبعا بناء على اللي هو الكوالت بتاعة اللينك. تمام? اه دي برضك من الفيتشور المهمة اللي فيه. اه دي مسلا بزنس كيس عندنا. اه وهنا بيقول لك مسلا دي برانش البرانش ده عنده خط وعنده خط اي بي سيك في بي ان الخطين دول مربوطين ببرايفيت كلاود. وعنده خط اه لي اه اه الانترنت خطين انترنت واحد برضك رايح لبابل الكلاود ورايح واحد طرع للانترنت عادي. بيتكلم هنا مسلا انا عندي مسلا خط الخط الانبيلس هطلع من عليه زي ايه? زي الفويس والفيديو. تمام? فبيبتدي اللي هو يختار اه ديبنت على الايه بقى يعني ازاي هيعرف ان ان الخط ده هو الافضل. خلاص بقنا على اللي تنسي والجيبتا والباكتلوس. طيب اه هو احنا للايه? ليه? طيب ماذا لو الخط ده مش الدنيا بتاعته مش مش تمام? يبتدي اللي هو ينزل للاي بي سيك. فالاي بي سيك ممكن آآ تانيل يعني. برضك ممكن يعمل عليها الكاتكي الابليكيشن زي الفويس والفيديو. تمام? فلو الخط ده مش تمام بدأ اللي هو زي ما نقول كده اللي هي الايه? ده الجودة بتاعته مش تمام. بناء اللي هو بدأ يعمل اياسات وبناء على الكاتية زي الباكتلوس والجيبتا ولا تنسي. خلاص يبتدي يحول الخط التاني ويبتدي يبعت الكريتكال زي الفويس والفيديو على الخط ده. طيب حلو. آآ عندي طيب البيزنس ابليكيشن. البيزنس ابليكيشن هيبتدي برضك تطلع من العنطري الامبي اللي اس وتطلع من العنطري اي بي سيك. بيختار ما بينهم بناء على ايه? آآ ديفرونت لاين سو البندلس امتميز. آآ وهكزا طيب. فبيتكلم في المثال ده اللي هو كاستوما وود لايك تو كيب الامبي لس فو بزنس ابليكيشن عايز يخلي الامبي لس ده للبيزنس ابليكيشن او للبيزنس اللي هو عشان يبقى فيه فعايز برضك الامبي لس يعني يبتدي اللي هو آآ يختار الامبي لس بناء على الفيديو والاوديو بس بيزدى على البست باس. تمام? طب البست باس ده هيعافه ازاي عن طريق اللي هو اللي س ديلي وجيبتا والباكتلوس. تمام? آآ بس فبناء على الكيس دي هو يفضل يختار الامبي لس. طب لو الامبي لس ده الجودة بتاعتم بقاش تمام? هيبتدي يحول على الاي بي آآ الاي بي سيك. اللي هو النيو تنم. عايز برضك حاجة زي النان آآ النان كدكال ترافيك هيبتدي تعمل له لود بالانس اكروس ديفرنت لاين عشان يبتدي اللي هو يماكسمايز الباندويتس او يمونمايز الكوست. از الثم طايل. تمام? فآآ ده يعني اللي بيحصل وي الدايكت اكسس زي ما قلنا اللي هو الدايكت اكسس وانا على كل خط هو عايز يعمل في ازاي? طيب عشان لازم اخلي بالي من اربع حاجات وهما دول البايلر البايلر بتوعي اللي انا ببتدي عملهم لكم في جهة. اول حاجة وهي دي آآ عموما تمام? وكل دي بيبقى موجود جواها ممبر انتافيز بيبقى السايل للزون دي. الزون دي ساعتها او الانتافيز دي ببتدي اللي انا استخدمها في البوليسي سواء في السورس او في الديستنيشن. بيتكلم اللي انت ممكن تديفاين ملتيبل زون. ممكن تديفاين اكتر من زون. تمام? بس آآ وتبتدي اللي انت تعمل لهم تحط فيها انتافيزة وتتعمل آآ آآ لود بالانس بقى للانتافيز دي. طيب آآ يبقى الاس دي وان دي هي دي الفيرشوال انتافيز اللي انا بحط فيها الانتافيز بتاعتي. طيب الاس دي وان ممبر الاس دي وان ممبر دي او برضك بنسميها الانتافيز دي الممبر او البرت او الانتافيز اللي بتستخدم عشان تراني الترافك. ودي اللي بنبتدي نعمل لها اصايم في الايه الاس دي وان زون. ولكن اللي انت اتليست يكون عندك يعني مصد اللي انت يكون عندك آآ 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 وان انتافيز موجودة في الاس دي وان زون دي عشان يتبتدي لانت تبتدي تستخدم الاس دي وان زون دي في البوليسي وفي الراوتنج بيقول لك ابتو ماتين خمسة وخمسين ممبر كان بيكون فيدر طيب آآ عندي حاجة تانية وهي الاس دي وان بيفورمانس او الاس اللي ايه او بساعات بنسميها الهيلس او الاس اللي ازاي ما قلنا دي بنستخدمها عشان نمونطر الممبر انترافيس لينك والتي بنستخدمها عشان اللي احنا نقيس جودة الخط وهل الخط ده وبعدك بنستخدمها ان احنا نعمل دي تيكيت لللينك فيليا لو الخط ده حصل له فيليا بنبتدي اللي احنا نعمله من اللي ساتي الكاروت بتاعنا ونبتدي اللي احنا نريد او نعيد توزيع الترافيك على اس دي وان ممبر تاني تمام اه لحد ما الانترافيس ده يقوم نبقى ندخله تاني في العملية بتاعتنا تمام فالاس ال اي دي بنستخدمها عشان نمونطر الممبر انترافيس لينك كواليتي وبنستخدمها عشان تتكت لو حصل فيليا للانترافيس ده فنبتدي اللي احنا بدلا ما نستمر اللي احنا نطلع اليوزر زمن عليه لأ نعمل الرياوزر دي لانترافيس تاني وكل ده بيتم اه اوتوماتيك من غير تدخلنا خالص طيب اه اخر حاجة وهي الاس دي وان رول دي ساعت بنسميها الاس دي وان سيرفيس او السيرفيس ودي بنستخدمها عشان نكونتروله البارد تمام اه فبنبتدي اللي احنا نحول ترافيك من اه بارد لبارد بناء على كريتيريا معينة وليكن مسلا انا مسلا عايز ارد الناس اللي هتستخدم مسلا فيسبوك تطلع عن طريق اه ايس بي مسلا وان الناس اللي هتستخدم مسلا او المانجرز كلهم تطلع من على ايس بي مسلا تو طيب الناس اللي هتستخدم ايال طريق اوبليكيشن زي الفويس والميتنج والزوم والحاجات دي تستخدم مسلا ايس بي تمام اللي بيتحكم في ده هي طيب لو انا ما عملت الشرول مع كاريت الشرول بنفسي بيبقى في حاجة اسمه ودي بيبقى فيها تمام فانت يا اما انت بتبتدي تكاريت الرولز بتاعتك لو انا ما كاريت الشرولز او كاريتها بس ما حصلش متش في الرولز بتاعتك زي بالزبط هلاقي حاجة اسمه ودي فيها تمام طيب هنبتدي اللي احنا نتكلم عن كل آآ كل آآ من دول او كل من دول لوحده بالتفصيل طيب آآ اول حاجة وهي زي ما تكلمنا زي ما قلنا زي ما قلنا او هي بتتقسم لزونز والزون دي بيبقى موجود فيها والممبر دي زي ما قلنا هي بنعمل لها قصير للزون الزون دي ساعتها بعديها بنبتدي اللي احنا نستخدمها في البوليسز از في السورس او في الديستي نيشن وبنستخدمها كمان في الليستاتيك طيب آآ ممكن طبعا زي ما قلنا يكون عندنا اكتر من زون آآ وكل زون يكون فيها الممبر بتاعتها بس ما يقدرش يكون عندنا مسلا مسلا اتنين زون يعني مسلا ادي مسلا آآ زون وان ودي زون تو وانا عندي آآ بورت وان وطو وثري ما ينفعش البورت الواحد يكون ممبر في اكتر من زون ما ينفعش هو بيبقى ممبر لزون واحدة بس تمام يبقى بيقول لك الاس دي وان ممبر كان نوت بي شير دي بتوين ملتيبل زون طب هو هنا بيقول لك باي ديفولد بيبقى مكاريت بيبقى مكاريت آآ زون اسمها فيرش وال واللينك تيبقى موجودة عايز استخدمها وتحط فيها الممبر بتوعكم تشتغل اوكي مش عايز لا ممكن اللي انت تكاريت واحدة جديدة من هنا وهنتكلم ده بالتفصيل طب بيقول لك لو انت ربنا كرمك وعملت زون وبتريدت تحط فيها بورت وان وبروتو تو ما ينفعش انت تاخد بورت وان وبروتو تو دول وتعملهم بوليسي لوحدهم او تستخدمهم في اي لواحده خلاص انت كده آآ سوريا ما منفعش تستخدمهم في بوليسي لوحدهم انت كده خلاص عايز تستخدم في بوليسي تستخدم ايه الاس دي وان نفسها ما تستخدمش البروتات اللي بتانكلود الاس دي وان زون دي طيب آآ آآ الاس دي وان ممبر الاس دي وان ممبر دول زي ما قلنا دول الأنطرفيسس اللي بتبقى ساآ آآ من الاس دي وان والالانطرفيس دي هي البروت او الانطرفيس زي ما قلنا اللي هتستخدم عشان روم فاتفك وليس في على العالى يكون عندنا وان انطرفيس في الاس دي وان عشان بتيني نشغل الاس د he Appreciate تقوم لو انت مش هحتفى هن عدة الان باتبقى الاس دي وان دول لونها احمر. تمام? انما هنا طالما انت حاطيت فيها الامبر بتبقى لونها جريد. تمام? ف الاarest الدوان است دي انابل ااا وي تحط فيها الممبر او الممبر اللي هي تعمل لها وتقparents فيه الزون. اااا طيب الفيرت جيت انترفيز كان بي اني طيب. يعني ممكن ان الترفيز الى بين هbst Carbon aradaزز في الزون دي تكون اي حاجة. ممكن تكون فيزيكل ممكن تكون اجرجيشن. ممكن تكون فيلان. ممكن تكون اي بي سك. ممكن فيه وانت بتحط الانترفيس دي لازم تكون الانترفيس مش محمول علي ايه كنفي جريشا مش محطوطة في اي بوليسي تمام فلازم الانترفيس ما تكونش لأي حاجة عشان مش تبديل لها تتحط طبعا انا هوريكم الموضوع ده تفصيلا ان شاء الله طيب بيتكلم لما ان شاء الله تبتدي اللي انت تكريات الاس دي وان ميمبر لازم تسبيسيفيك الانترفيس بتاعتك والاس دي وان زون تعمل لهم الجتوي ادس بتاعهم ودي طبعا هنشوفها بالتفصيل اه بنتكلم برضك اللي انت لما وانس اللي انت عملت اللي اصتي وان من بر كريات وحطتهم في الزون يعني انت كريت الزون وجبت المين ب sharkو نحظهم في الزون بتروح بقى اللي انت ايه تستخدم الزون دي في البوليسي وتبتدي اللي انت تعمل بحيس لو اي حد عايز يطلع الانترنت يبتدي يطلع من خلال ال دي وان زون بتاعتك. طيب انا دلوقتي عايز ابتدي اللي اكون بجر죠 اخلي بالي من ايه? زي ما قلنا لما تجد تكون فجرة لازم تكون هو عشان الزون اصلا تقوم وتتحول من لونها لجرين لازم تحط فيها بس انت لو حاطت فيها مش تستخدم انت ما عندكش خط واحد. فعشان تستخدم فعلا لازم يكون عندك تو منبق انترفيش انت بتريد تعمل ما بينهم لو انت دخلت عادي يشتغل بس مش تعمل انت ما عندكش خط واحد. ولازم تحط الجتوي بتاعته. تمام فلازم انت يكون عادي في الجتوي بتاعت الانترافيز ده وده هنشوف تفصيلا ان شاء الله. طيب يفضل يفضل بس مش لازم انت وانت بتكون فيجرى الاسدوان يكون الموضوع ده الانيشيال كونفيجريشن او الانيشيال السيطة. ليه? لان انت لو انت مش عامل اسدوان ومشغل الخطوط بتاعتك عادية وعايز تحط الخطوط دي في اسدوان لازم ان انت تمسح الخطوط دي وتمسح كل اللي عليها. سواء فايا والبوليسي او. تمام? اه فعشان كان بيقول لك يفضل ان انت تعمل الكلام ده في الانيشيال وانت لسه ما كاريتش حاجة على الانترافيز او ما استعملش الانترافيز دي في البوليسي. تمام? وهنشوف ده ان شاء الله برضك اه تفصيلا. بيقول لك برضك اللي انت ما تقداش تستخدم الممبر انترافيز. اه طالما انت حطيتها ان شاء الله في الاسدوان. ما تقداش ان انت تستخدمها الواحدة. يعني تقداش ان ان انت بعد مسلا عندك دي الاسدوان اسمها اكس. وحطت فيها بورت وان وبورت تو. ما تقداش ان تاخد بورت وان ده وتعمل له بوليسي الواحدة. لو هالنازل عايز تطلع من عليه. ده ما ينفعش. تمام? الاسدوان زي ما قلنا بتصبط الفيزيكا الانترافيز والفيلان والاجيجيشن العليبي سك وتايما بتصبط كل انواع الانترافيز. طيب اه انت دلوقتي بتقول لي اتليست تو انترافيز. طيب رفع ده انا حطيت وانترافيز بس. وجيت بعدها عايز احط الانترافيز تاني ينفع. عادي جدا. تحط الانترافيز وتحط تلاتة وتحط اربعة وتقد كل شوية انترافيز. وتبتدي اللي انت عشان تحصل على مور باندويتس ومور كوالتي آآ اوف تيرفيس اوبشن. طيب. آآ خلصت الكلام ده. عايز بقى اللي انا اعمل الرول. بيقول لك انت عندك حاجة اسمها ودي اوتومتاك لي بتجينيرات وين يو كريت الاسدوان. اول ما دي بيبتدي اللي هو الانبيلسة ترول. والانبيلسة ترول دي فيها خمسة الاجوريز. هنتكلم عليه ان شاء الله. طيب عايز لنا احطي لانا الاسدوان. خلينا كده نفتح بتاعه. خلينا اول دي انا عندي هنا ترولوجي. ترولوجي دي عندي هنا آآ آآ فدان اليوزر أو ثيرفر وهي عشرة فدان اليوزر وهي عشرين وفدان الجيست وهي تلاتين. آآ آآ وعندي الهين الكورسويتش بس هو ليه رطوه عادي. فاللي بيعمل اللي بيعمل هو ال 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 او اه سوري اه دي ملناش دعا بيها. فانا هنا متكايت ومزبط كل حاجة وعندي متصل بايه? متصل بخطين خط وي او اسمه وي واي اس بي اسمه وي. طبعا الحاجات دي موجودة دي او الانترنت او الانترنت دول موجودين عندنا في مصر يعني. في السعودية هتلاقي زين ومش عايف ايه في العلاق هتلاقي حاجات تانية. فانا سميتهم بحيث انا في مصر سميت اه وي وسميت ارانج. طيب اه لو انا ما عنديش اس دوان خلينا اقول لك لو انت ما عندكش اس دوان هيبه الشكل عامل ازاي عندك? وانا هنا اخطرت اللي انا اواريك الشكلين شكل من غير اس دوان وشكل باس دوان عشان تعرف لو انت عايز تحول من ده هتعمل ايه بالزبط? لو بصيت هنا على على الانترافيس هلاقي هنا اللي انا عندي خط ارانج وده الجتوي بتاعه وخط وي وده النامين بتاعه. طيب وعندي هنا اللي بتاعتيI فيها تلاتا فينان. مالی يوزر سيرور اليوزر الجست دي تحت لان واحد تمام? وي لو بصيت هنا على الستقراوت هلاقي عندي ارانج تور رود واحد بيقول لك لو عايز تطلح لأي حاجة اطلع عن طريق واحد بواحد اللي هو وي والتاني اللي هو ده الاني يجري وي والتاني بيقول لك لو عايز اطلع عن طريق اي حاجة اطلع عن طريق اثنين اثنين ده اورنج. فبالتالي انا هنا لو لاحظته انا عشان عندي خطين كريدت لكل واحد ساتي كروت. طب لو عندي عشر خطوط هعمل له كل واحد اللي ساتي كروت بتاعته. لو عندي عشرين خط هعمل له كل واحد اللي ساتي كروت بتاعه. فده اول اختلاف. الاس ديوان لا انا مش هعمل الكلام ده. تمام طيب. انا مش مهندس عايز اللي جايين من فيلان السيرفر دي تطلع على خط وي. وعايز اللي جايين من فيلان اليوزر تطلع على خط اورنج. وعايز اللي جايين من فيلان مسلا مسلاji مسلا مسلاة الجست تطلع برضك من علىة اورنج. هعمل ده ازاي هعمل ده من خلال فلو خشينا هنا عالبوليسز بتاعتنا. هتلاقيين كاتب سيرفر تو انترنت. اللي عايز يطلع من السيرفرات للانتريج يطلع عن طريق اورنج. يا بقنا كده محدد. طب اليوزر اللي عايز يطلع من الانترنت يطلع من طريق طب الجست اللي عايز يطلع من الجست للانترنت يطلع عن طريق فكده انا كاريت كان كاريت اكتر من بوليسي. ابتدي ان انا ادلهم الايباد بتاعتهم وابتدي ان انا اعمل لهم تانية. طب انا عايز اطلع فالموضوع هيبقى صعب. بس تعال نشوف الشكل عامل ازاي لو جينا هنا وفتحنا الاجهزة بتاعتنا دي. انا هنا البنجي شغال اهو من على تلاتة ومن على آآ الجهاز التاني وتعال نشوف ده زي ما قلنا فيلان الجست وفيلان اليوزر فيلان الجست المفروض تطلع من على الاورنج وفيلان اليوزر تطلع من على ايه من على آآ الخطوي لو جينا بصينا هنا على الداش بورد وبصينا على وبصينا عشان بتاعتنا هلا بيقول لك انت فعلا عندك فيلان اليوزر اللي هي عشرين وتلاتة بتطلع من على وي وفيلان آآ تلاتين وتربعة بتطلع من على اورنج فكده ده اللي انت عملته بكل اختصار لو جيت برضك هنا برضك يعني عملنا لبعض الترافيك خلينا كده نفتح فيش هنا متصفح فيه عند المتصفح هاو هدينا متصفح برضك ونو معلش طلعني هنا فيسبوك او اطلع لسيسكو او انت عايز اه هما تلاقي مواخدين دي ناس مختلف بس ولا هادي الناس مش راضي يطلعهم فلو جينا هنا كده او اخديني السكان اه فورتي جود اه ما شنعف نصل لفورتي جود يعني خلينا كده بس ايه ندي لهم دي نصف عتمانيات شان يطلعوا نت تمام طلعوا نت هو الدنيا تمام انا بس بجنيت نوت رافك ولو جينا هنا عملنا ايفش تاني كده لا بقي طفل جديد جديد بقى هاي هيقول لك كل فيلان عشرين طلعت من علويه اهي يبقى اي حد هيعوز يطلع هيطلع آآ من فيلان عشرين هيطلع علويه والباقي كلو اللي هو فيلان آآ الثانية بقى اللي هي فيلان كام فيلان ثلاثين بتطلع من على اورنج وده اللي انا عامله في البوليسي بتاعتي طيب انا عايز اعمل اس ديوان ابتدى اعمل اس ديوان ازاي كل بساطة هنخش على الاس ديوان ونخش آآ سوريا نخش على النتورك هنلاقي عندنا حاجة اسمها اسدوان هنخش زي ما قلنا هنلاقي اللي هما الاه الويلي بالانتوفيز بتاعتنا اسمها يوالลينك. ممكن لانا استخدمها وبعدين اقول له وهديت وبتدأ يقادل منفر او اعجل الانتوفيز اللي انا عايزها. طب لا انا مش عايز كده انا اريز ا واحدة تانية. فاقول له create is one zone. وقل له انا عايز على سميها ايه? عايز اسميها مسلا اه اه مايند ستس اس دي اس دي وان. واقول له او كي. طب عايز اضيف المنبر ممكن اضيف المنبر من هنا وبتدي اعمل لهم واضفهم. او ممكن اللي انا اقول له على كده. وبعدين اقول له بعد اذنك انا عايز اجيب تمام? طيب احنا اشتغل لها انا عايز ا احنا كيه كريتنا الزوم بتاعتنا عايز اكريت طب ايقول لك الانترفيس ايه هو الانترفيس? اه فين بقى الوان واللمب فين الوان بتوعي اورنج ومش موجودين. ليه مش موجودين? لانه هما مستخدمين. هما ايه? هما مستخدمين. ده اللي قلناه. قلناه اللي انت ماينفعش الانترفيس تكون رفرنس. تمام? فانت عندك الانترفيس دي رفرنس مستخدمة. مستخدمة في ايه؟ مستخدمة في قلب بوليس ومستخدمة في قلب استاتيك راوت. تمام? فالحل الحل اللي انا لازم اشيه للحاجة بتاعتها. فمعلش? تعالى على البوليسي. وتعالى نبتدي اللي احنا نمسح البوليس دي. واقول له delete. طبعا في طريقة افضل اللي انت ممكن يعني بس عشان دي حاجة advanced. فخليها نمسحهم بالتفصيل. وتعالى بعدين اللي احنا نديج نكاريت اس دي وان ممبر. وانا انا عايز اكاريت ممبر. ولاقي الممبر بتوع زهر. اللي هما ايه? اللي هما الوي والاورانج. طيب حلو. انا هقول له والله انا عندي الخط اللي اسمه وي. هبتدي اللي انا عايز احطه في الاس دي واني اسمها mindset. طب بيقول لي ايه الجتوية بتاعه? انا عافل الجتوية بتاعه واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية ضوط واحد ضوط واحد. ده دوتر بتاعك. طب ايه الكوست وايه البايوتي? هنتكلم عليهم ان شاء الله بعدين. وبعدين اقول له اوكي. لو لاحظت كده اول الاس دي وان عندي قامت اه وتحولت من ريدل جرين. بقى عندي خط. هل ممكن كانت تشتغل? اه ممكن تشتغل وحطها ببوليس عادي. بس الفكرة اللي انا مش اقدر اللي انا خلاص ما انا عندي خط واحد. فانا عايز اضيف الخط التاني. فهاقول له تعالى على الاس دي وان منبر. وبعدين اقول له انا عايز اضيف وعايز احطه في وانا عايز في الجتوية بتاعه اللي واحد تسعة اتنين واحد ستتمانية ضوط اتنين ضوط اتنين. طب جبت الجتوية بتاعه منين برضك للناس اللي عايز تعمل اللاب. لو جيت هنا. طبعا الناس اللي اشتغلت على البنت هتكون عاية في الكلام ده. فهاجي هنا واقول له ك Jang هلاقي انا عندي هنا انا عندي هنا في انا حاطه هنا. واحد عامله النات. واحد عامله الايه النات. وده اللي انا عامله هنا في البنت. لو بسته هنا انا عامل ده تمام? عشان كده اواخد من ال اوب ده بتاعي. وعامل ده النات واخد من ال اوب ده. طب الى اللي جبت اوب let 7. بكل بساطة لو انا جيت هنا. اه جيت على اه وجيت قلت له بعد اذنك هنا عايز اخش على نتوك اديتور. وجيت اه تشينج بس كده. وجيت على اللي هو الكات اللي هو النات اللي هو فيه بنت تمانية. قلت له نات سيتنج. هيقول لي بص انت الجيتوي بتاعك هو اتنين دوت اتنين. بس فكده اخدته وحطيته عندي. قلت له الجيتوي بتاع اتنين دوت اتنين. قلت له اوكي. كده بقى عندي ايه بقى عندي خطين والخطين لو بصينها اللي هم شغالين وهيسحابه دلوقتي والدنيا تمام ما فهمش اي مشاكل. طيب يبقى ايه? يبقى اكده اول حاجة. كاريت ايه؟ كاريت الانترافيز بتاعتي. تمام? وبعد ما كاريت الانترافيز اه 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 كاريت الزون وبعدين كاريت الانترافيز بتاعتي. طيب. اه اه اه. خلينا كده اه طب ما بعد ذلك ما بعد ذلك ساني هنا مش متكتبه ناسف. يعني خلي دي كده قبل دول ابو افضل يعني. طب بعد كده ابتدي لنا كاية الايه بتاعتي والفايا والبوليسي. طب يتكلم هنا افضل بعد احنا ما بنبتدي اللي احنا ننيبل الاس دي وان وبنكون فجرى المنبر انترفيس. فبنبتدي اللي احنا نشتغل اللوت بالانس ميسود والكلام دي لسه نتكلم عن اللوت بالانس ميسود. محتاجين بس قبل كده اللي احنا ايه اللي احنا بتاعتنا. تمام فتعلن كريت فهنقول له تمام. خلص دول كده اوش ليوم لازمة. هبتدي اللي انا امسحهم. تمام دليت. وابتدي اللي انا اقول له كريت. اول ما اقول له كريت احنا لو فاكينا احنا كنا بنقول له ايه لو عايز تروح لأي شبكة اي سبنت. تمام وحط له الانترفيس بتاعتي. فبالتالي كان هو بيجيب لك الجتوي. انا يا بص. كنت بقول له مثلا وي. واحط الجتوي. الجتوي بتاع وي دي. ده الجتوي بتاع وي. تمام. انما لما اجي احط اس دي وان. لما اجي اقول له انا عايز اس دي وان من. انا انا احط الاس دي وان نفسها. بص كده. الاس دي وان. ساعتها هو بيلغي موضوع الجتوي. ليه? لان احنا قول ردي حطينا الجتوي. واحنا بن开ari الاس دي وان. لو انت جيت هنا بودك في الاس دي وان تاني. هللينا احنا قول ردي حطين الجتويس بتاعتها. اصلا. البدتالي احنا مش محتاجين نحطهم تاني في البوليسي. اااااا فاقول له بص لو انت عايز ااااااااااااااااااا اطلع لأي حاجة اطلع عن طريق واقول له. اوكي. كده احنا عملنا بتاعنا. وهو اه اه اللي هو الانتوافز بتاعتي اللي هي الايه اللي هي الاس دي وان اللي هي بتانكلود اه اه ممبر اللي هما وي وارج. بس كده بس كده تعال بقى ايه بتاعتك. قول له انا عايز اكاريت اقول له بعد اذنك. لو لو عندك اللي هما اليوزرز عايزين يطلعوا انترنت. هيجو لك من فيلان اليوزر. طلحهم بقى هنا ايه? طلحهم عن طريق الاس دي وان ممبر اللي هي فيها الخطين. قلو بقى ايه? اولد سورس. لا مش اولد سورس. خلي اللي هما اليوزر. و اه اه اول دستي نيشن. وقلو اوكي. اه سوري. اتبقى اول سيرفز برضك. وقلو اوكي. تمام طيب عايز. نكي نكابي. وبعدين نبست وقلو دي هتبقى ايه? هتسمي اللي هما الجست. تو انترنت. واللي هما هيجو لك من فيلان الجست. طلحهم من الاس دي وان الابجكت بتاعهم هيبقى الجست. ويقول اول وقول له اوكي. من لها بس ايه? طيب. وقت تبتدي تلاقي ان الترافيك شغال والدنيا تمام. لو جينا بصرنا هنا تاني. هتلاقي اه ان الترافيك بدأ يشتغل وبدأ يرجع تاني. ولو رجعنا هنا تاني على الخطوط بتاعتنا. سواء. سوري. رجع لو بصر كان فصل الاول. وعلى الخط التاني اللي هو الجست. هتلاقي رجع برضك انترنت كان فصل واحنا بنعدل. لو بصرنا كده هتلاقي. ولو جينا هنا مثلا على الداشبورد على الفورتي سيشن. هتلاقي بدأت ناس تطلع من على وي وبدأت ناس تطلع من على اورنج. طيب. معلش. السؤال اللي يطرح نفسه. هو معلش هما. ايه اللي حصل عشان ناس يطلعوا من وي وزن وناس يطلعوا من اورنج. مع ان انت هنا حاطت الاس دي وان نفسها. فانت ما حددتش مين يطلع من وي ومين يطلع من اورنج. وبناء على ايه? وبناء على ايه? طيب. خلينا قبل بس ما نعمل الحاجة دي. فخلينا بس نتكلم على الروتس. اه فا اه اه الاس دي وان اه روتنج تيبل وانت بتكاريتها. انت لو بسيت هنا هتلاقي انت عندك اه في الستاتيك اه روتس بتاعتك. بسم الله. هتلاقي انت. هتلاقي وان روت بس. هقولك لأ هما في الحقيقة اتنين. الدليل تعال هنا كده. لقول له. اه اه جيت روت اه جيت روت انفو روت انجي تيبل اول. هتلاقي بيقول لك. والله انت بيقول لو انت عايز تروح لاي حاجة. اطلع عن طريق ده او ده. تمام? فهم في الحقيقة خطين بس او تو بس مش بينين هو بيبتدي اللي هو يعمل لوت بلانس بناء على الخطين دول الخطين دول بالنسبة له اكوان تمام فانتقار كاريت واحد بس هو فيهم الاتنين فهيقولك ان التول راوز دول بيشير نفس الديستينيشن نفس السابنت نفس البيورتي ونفس كل حاجة تمام وده بيخلي فورتيجيت يبتدي اللي هو يرموف اي راوز بناء على اي يوسيج وده هنتكلم عليه قدام طيب خلاص فاحنا كده ابتدينا خلاص خلصنا بتاعتنا وخلصنا الدنيا بس كل اللي احنا عايزين نعرفه اللي هو معلش انت اول ما دخلت هنا يا بشواندس لقيت ناس بتطلع من على وي ولاس ناس بتطلع من على اورنج طب هم بناء على ايه بيطلع من على وي بناء علي بيطلع من على اورنج مع هي مع ان هي هنا تيجي دور البوليسي البوليسي هي اللي بتبتدي تعمل اه او بتعمل الكنطرول لINS ترافيك نجيب البوليسي دي منين احنا اصلا ما كنيتناش بوليسي. فدخلنا هنا على ال از, ودخلنا على على ال از دي وان رول Lana B�리سي هتلاقي هنا اللي في ばいبايت رول تمام احنا ما كنت ناجه ما كنت ناجه اي بوليسي. احنا ممكن نكريات ا بس احنا هنا ما كنت ناجه. طب ما كنت ناجه وهو بيغبطه في ال از دي وان بوليسي ودي بوليسي موجودة با вос districts. يبقى هل هي LUBDI تبيس دي وانzinho الاس pdة راوتنج اوبشن عشان يبتدي اللي هو يروتن للترافيك في الاس دي وان ممبر. تمام? اه لو احنا ما عندناش اي بوليسي ما كاريتناش اي بوليسي او ما فيش اي او كاريتنا بس مش بيماتش فيها اي ترافيك ساعتها هو يضرب في الديفولت اللي هي الامبليس تول. طب الامبليس تول دي فيها خمسة بتبتدي اللي هي تعمل لوت بالانس بناء على خمسة كاتيجوري. لو بصيت هنا كده وفتحتها هتلاقي فيها خمسة آآ الالجوريزم تتدي اللي بتعمل عليهم اللي موجود اللي هو بناء على السورس اي بي. طب ايه السورس اي بي ده? بيقول لك اللي الترافيك بيحصل له ديفايد اي اكوال بتوينزا انتافيس انكلود الاس دي وان انتافيس سيشن بناء على السورس اي بي. بمعنى. قال عندي خلينا كده نشرح على بتاع بتاعنا. قال عندي هنا اول الجهاز وعندي هنا جهاز. وانا عامل هنا رول بتاعتي يوزع على السورس اي بي. فبالتالي وعندي خطين. فبالتالي اول اي بي هنا هو واحد 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 واحد. وده اتنين 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 اتنين. فاول جهاز ده هو بدأ يطلع 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 فورتيجي اتلح جاي واخده ايه ده? انا عندي الامبلسيت مكتوبة سورس اي بي خلاص افيدا طلعه من هنا. آآ يبا كده كل التوافق بتاع الجهاز ده هيطلع من هنا. طب الجهاز التاني جاي يطلع. جيه طلع 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 طلع. اه. انا عمل لول هنا. اوكي. بس انا عمدي لود. انا عمل لود بنان. فبيطلع شوية من هنا. وشوية من هنا. بدأ اللي هو يطلعه من هنا. بما ان اتنين اتنين دي طلعت من هنا هيفضل كل التوافق بتاعها هيطلع من هنا. تمام? وده اللي بص لو شفناه هلاقيبوا المنظر ده هنا اللي هو السيشنز. هلاقي دايماً اللي تلاتين بتطلع من على اورنج. تمام? وعشرين كلها بتطلع من على وي. وده اللي حصل اللي هو الاول خالص. عشرين بدأت تطلع. عشرين بدأت تطلع. تمام? فهنا عامل هنا اللود بلانس بنانا على السوس اي بي. رح جايي مطلعه من اول انتوفيس. فاي ترافك هيطلع بعديها من عشرين دي سواء ترافك فيسبوك سواء اي 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 ترافك دايماً هيطلع من هنا. خلاص هو حجز الانتوفيس دي. طيب. تلاتين جات تطلع. فهو لأ اللي هو خلاص هو عامل لود بلانس هنا هيوزع على التاني. فاي ترافك من عشرين سواء من تلاتين هتدي يطلع دايماً هيطلعه من هنا. فليه? لان دايماً هو اعتمد على السوس اي بي. فالسوس دايماً من هنا خلاص مسكوا الانتوفيس دي. السوس ده مسكوا الانتوفيس دي. طب جيه ده عايز يطلع يرجع تاني مسكه اول الانتوفيس. طب جيه مسلاً سوس اي بي تاني عايز يطلع مسكه الانتوفيس اللي بعديها وهكذا. طب بناء على السوس ايه? على السوس اي بي. طيب. آآ وده الديفولت. ده الديفولت. لو بصينا كده عليه هنا في اله 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 الاس دي وان. في الاس دي وان نقول هنلاقي ده الديفولت يا شباب اللي موجود اللي هو السوس اي بي. طيب اللي بعدين سوس ودستينيشن. آآ يبه هو السوس السوس طالع من ناحية دي للدستيشن ناحية دي دايماً هيتطلعه من نفس الانتوفيس. تمام? فدايماً ايه? لازم يكون السوس والدستينيشن. فتعالا نقولها. مسلاً انا لو عندي هنا مسلاً الجهاز ده واحد 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 واحد. والجهاز ده اتنين 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 اتنين. الجهاز ده هيمسكه الانتوفيس دي. طب واحد واحد عايز يطلع لاتنين اتنين اتنين اتنين. لا ممكن يبعده يبعده عن تفز دي ومسكه يعني يعيد توزيعه من تاني. طب اتنين اتنين اتنين. يعني مسلا مسلا خلينا كده نتكلم بالتفصيل. العندي واحد 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 واحد. وده اتنين 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 اتنين. ده عايز يطلع لتمانية تمانية تمانية تمانية. وده عايز يطلع لتمانية تمانية تمانية تمانية. اول واحد عايز يطلع جاي يطلعهم من هنا. هشوف لهم انترافز جديدة. طب ده اتنين 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 عايز يطلع لتنين لاربعة اربعة اربعة اربعة. اه هيطلعهم من ين? لا. مش لازم بايطلعهم من هنا لا. لان السورس والديستنشان مش متشابهين. ممكن يوح يطلعهم من ايه? من وان تانية. طب ده عايز يطلع واحد واحد واحد. عايز يطلع مسلا لخمسة خمسة خمسة. هل لازم يطلعه من هنا زي ما كان بيطلع سرصة سرصة ايبين مالفات لأ ممكن يطلعه من اي انترافيس تانية لان دايما لان ما بقوش متشابهين. طيب آآ نيجي الحاجة اسمها او ده بيقول لك هو بيبتدي آآ الترافيك بيوز فيست انترافيس لحد ما بتاحها بيحصل له اكسيد ساعتها بيروح للانترافيس التانية. وده معناه ايه? معناه مسلا مسلا احنا عندنا في مصر الخطوط بتبقى آآ لها سرعات وده في دايما. فالخط ده مسلا سوعته اربعين ميجا بيت. والخط ده اربعين ميجا بيت. لو انا عمل الالجوزم هنا. تبقى يقول لك ايه? اول جهاز لو عايز يطلع هطلعه من اول انترافيس. تاني جهاز عايز يطلع هطلعه من تاني انترافيس. تالت جهاز عايز يطلع هطلعه من اول انترافيس. كلما يطلعه من اول انترافيس لحد ما الانترافيس دي البند وتسبتحها يحصل له اكسيد. يعني الابعين ميجا دول يحصل لهم اكسيد. ساعتها يبتدي اللي هو يشوف العجزة التانية عايزة يطلع تطلع من على الناحية التانية تمام? وده بابتدي احدده وهنشوف ان شاء الله ازاي بيتحدد. اه ده السوس ده السوس ده السبيل اوبر. تبتدي بقى تقول والله عندي خط الوي ده 40 كيلوويت برساكند يعني 40 ميجا تمام? اه طيب ده از ايه? ده از اا اا م اه اجزة ده الان وده الاوت. تمام يعني الداولود طبعا الخط في بها ليه داولود وبيبقى الابلود فانت بتحاول الداولود والابلود بتحدد الداولود والابلود. وده مسلا عشرة ميجا تمام? فانت كده حددت بقى ايه السرعة الخط ده وصرعة الحط ده وبتتدي انت ايه او او الليمت بتاعه فاول فده هو عنده الاول. ده اللي في البيوت الاول. تمام? لما ده يحصلو اكسيد خلاص خلص اللابعين ميجا او خلاص بقى عليه ضغط يبتدي اللي هو يوح للخط التاني ويشوف البنزوت بتاعته يبتدي اللي هو يسحبها طيب عندنا حاجة اسمها السيشن تمام ايو السيشن هنا بيبتدي يعمل لوت بلانس بونال على السيشن يعني ايه لوت بلانس بونال على السيشن يعني انا عندي مثلا مئة الف سيشن فبالتالي هيوزع هنا خمسين الف وهيوزع هنا خمسين الف سيشن تمام خلينك كده نشوفها السيشن اهي تمام فانت تبتدي تقول له والله انا عايز جودة الخطوط بتاعتي عايز من الخطوط اقوى من الخطوط فبقول له مثلا نوزع هي بالدفلت خمسين قوله لا بايدفلت ان عايزه مثلا عشرة مثلا واحد لواحد معناها اللي هو خمسين لخمسين طب اتنين لواحد وهكذا تبتدي انت تشوف جودة الخط بتاعك مثلا تلاتة لواحد يعني تلاتة لواحد يعني تلاتة سيشن هيتطلع من على الخط ده. واحد سيشن هيتطلع من الخط ده. تمام? فطالما انا عملها تلاتة الواحد يبقى اول سيشن تطلع من هنا. التانية سيشن تطلع من هنا. التانية سيشن تطلع من هنا. بعدين رابع سيشن تطلع من الخط اللي بعدين. خمس سيشن تطلع من هنا. سادة سيشن تطلع من هنا. سابع سيشن تطلع من هنا. تامن سيشن تطلع من اللي بعديه. فانا بيوزع ايه تلاتة الواحد. النسبة تلاتة واحد. تلاتة عشان يطلع من هنا واحد يطلع من هنا. بس مش تستخدم اللي هي السيشن. ليه؟ خلينا اقول لكم دي مضيك حتة من الشغل يعني. انا استفدتها من الشغل بتاعي. انا فتح مثلا هنا مثلا ابليكيشن. ابليكيشن مثلا من اولاين بانكينج مثلا. فلا بيشن اولاين بانكينج ده بيفتح اكتر من سيشن. ابليكيشن اولاين بانكينج بيفتح اكتر من سيشن. تمام? فييجي ايه? فتح اول سيشن طلعها من على اول خط. تاني سيشن من على اول خط. تالت سيشن من على اول خط. رابع سيشن الاحجان طلعها من التاني. ساعتها ممكن الدنيا ما تشتغلش. تمام? ممكن الدنيا ايه ما تشتغلش. ليه؟ لانه هيلاقي في الاخر اللي هو السيرفر بتاع الابليكيشن هيلاقي اللي هو جايله من نفس الاي بي. تمام? اكتر من جاية. تمام وساعات غير كده كمان ساعات اللي هو اصلا لما يجي يرد فالرد بيبقى مختلف. الرد هو راجع بيبقى مختلف. تمام مش بيرجع لنفس المكان. فبالتالي ده بيحصل مشاكل في الابليكيشن وتلى الابليكيشن دايما مش بيفتح. تمام. خلينا اقول لك الموضوع ده بدأوا يحلوه. إذا تحل المشكلة دي. بدأت اتحل المشكلة دي. تمام لو انت عندك versions احدث لان ساعتها بيعمل routing cache تمام بس بعدك بيقول لك هاوفران ده مش بيجارانتي ان route cache يبتدي شغال لان ممكن لاي event ممكن يحصل له refresh فطالما حصل له refresh ساعتها هيحصل عندك crash تمام او routing cache مش هيبه صبورت فساعتها ال same session وال same destination هيحصل لها load balance يا كمان تمام فده مش comment فعشان كي احنا دايما بنبعد عن موضوع اللي هو session ده مش بنستخدامه طيب الفوليوم ده بيحدد بناء على حجم الترافك الفوليوم ده بينقل على حجم الترافك انا خلاص عايا في حجم الترافك هقول له والله واحد لواحد خمسين لخمسين يعني يوزع خمسين من هنا على حجم الترافك يعني انت مسلا لو جايلك على الاس ديوان جاي لها مسلا حج ترافك مسلا خمسين جيجا هيوزع من هنا خمسة وعشرين ومن هنا خمسة وعشرين جيجا تمام فده الايه ده الشكل اه الشكل اه بتاعنا او اللي هما الخمسة الخمسة اللي بيكون موجودين في ال مبالي6 آآ هنا بيستخدم ايه؟ هنا احنا كنا مستخدمين ال source اللي هي ال بفولد فبالتالي وبدأ اللي هو يعمل loot balance بناء على الصورس اه دي الكاريترية اللي هو استخدمه هل احنا لو كاريتنا بيبقى فيه حاجات تانية اه بقى بيبقى فيه المانول والبست واللود كوست والمكسيمان باندويتس كل دي حاجات تانية هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل. فاللي احنا قلناه ده ده اللي هو الانيشيال او اللي هو بتاعت ايه? بتاعت اللي هي الاس ديوات. ممكن اللي احنا بقى نبتدي اللي احنا نلود بنان على اللي هو الابليكيشنز. انا عندي مسلا فيسبوك يطلع من انطافيس او يطلع من انطافيس تانية او الانلاين ميتنج او الزوم يطلع من هنا او يطلع من هنا. ده ان شاء الله هنتعرف عليه في الفيديوهات الجاية. واللي احنا بردك نقيس جودة الخط. ده بردك هنتعرف عليه ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. فلو حد عنده اي استفسار ممكن يبعث لي على الانكدقنا او على الجيميل او يسيب كومنت على الشانل او يبعث لي على الجروب او يخش على الجروب بتاعنا زي ما قلنا او لو حد محتاج اي حاجة سواء مساعدة في الضمب او البويتشور ممكن يبعث لي على الواتس. ان شاء الله شكرا في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينام başبدا. كمين من الفيديو اللي فات عن ايه هي الان ديوان؟ ايه يا صديقة؟ ايه هي الاسد مشكلة الاسد. استلمنا ان الاسد ان اتكل من اربعة اكتب تجري هيا الاسد وان دي ايسد نفسها او او اللي بنعمل فيها او الاسد او دي اي الاند نفسها او الارجان او اللي بنعمل فيها ادواتي清楚هر اتسلمنا عن هاي اتتفاق عن . و اتكلمنا عن عن ايه اه بردك اتكلمنا اذا زي نعمل اشتركوا في القناة 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 في الاخر انا عايز برضك ايه هي الانترافش اللي هت bought me اتعامل معها انا اه تيدي انا اشتجتب على الانترافش معينة اتحدث سيرذر معين خصوص كل معين طيب ماذا لو الانترافش او ايه هي بقى الانترافش اللي هت عمل عليها طيب لو تللنا الاول عبدك سان مقول انا عندي شي مجال الاول وهو الاكتب الثاني حاجه هو الفاشف ثالث حاجه هو التويتر بباك ايه الفاعله بنا خلينا كده بكل رصاصة انا عندي هنا ده سيرفر اربعة تنميات وده الوان بتاعتي تمام وهنا وتجيس وهنا الجهاز بتاعتي وعندي هنا وصل برضك سيرفر تيس بوك وعندي وصل برضك سيرفر يوتيوب وهكذا فانا عندي الجهاز ده طبيعي ان هو بيطلع مثلا يكلم يكلم فيسبوك يطلع يكلم يوتيوب ويطلع يكلم جوجل طبيعي ده سرافك سرافك عادي خاص سرافك طلع للوان اي ان كانت سرافك ده انا عبتيجي ان انا هاقوم اس ديوان وهاقوم اس ال ايه وعملت المود اكتب وحطط هنا اللي هو يستغل بي ويستغل يكلم اربعة تماميات مكتب هيبتدي اللي هو ايه يبتدي اللي هو يفضل يبنج على جوجل كل ما جوجل بيقض عليه كل ما كده اللينك ده او الانترافيش دي شارعي اول ما جوجل يقص ما يقضش عليه كده يكلم الانترافيش ده ده الاكتب بل اكتب انا ببتدي ان انا استغل باكت يعني حتى لو انا مثلا هيا هكلم جوجل مثلا عشان افتح منه فيسبوك لا اهو ما ليش دعوه انا ببنج على جوجل الباسف لا الباسف بما انك كده كده اصدر انت طالع لليوتيوب وطالع للفيسبوك وطالع لجوجل انا ببتدي ان انا استخدم الباسف او الانترونيشن دي بابتدي ان احبط من خلالها هل اللينك ده شغاله ولا لا طب ايه 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 يعني ده اعمل كده قلت كده عشان الاكتب انا ببتدي ان انا اعمل اجنريت استرافيش جديد فانا كده ايه بس بس هليك بندو 9.5 ثلاث خلاص هنستغل من الباسف والباسف ده بما انك كده اصلا فيه استرافيش طالع تمام اا او فيه شيء فانا بناء انا على الشيخ نجي دي ابتد لانا دي تكت ان اللينك ده هرده قال لك طيب البرفيرد باسد قال لك لا البرفيرد باسد يستخدم الاثنين ايه هما الاثنين والله هو بيبتد الاول يستخدم الباسد قد في الباسد تمام طيب ماذا لو خلاص مفيش سرافك معدي تمام يبتد اللي هو يرجع للأكتب اللي هو يبتد اللي هو ايه يبعت يبعت باكتب فهو بيبتد الاول هو بيوز الترافك انه بيعد من الخلال ال SDI One Member ولو مفيش ترافك ساعدتا هو بيبتد ايه يبعت باكتب من يرجع للأكتب يعني تبتد اللي هو يبعت باكتب طب هنا دي السوربر اللي انا ببتد استخدمه عشان اكلمها عشان ادي تكتب من خلالها انت ده سرغل ولا لا انا هنا ممكن احط سوربر وممكن احط سوربر ايه تمام ممكن احط سوربر وممكن احط سوربر ايه اول حاجة يفضل يتعامل مع اول سيرفر لو اول سيرفر وقع يبتدي اللي هو يرجع للسيرفر الثاني لو السيرفر الثاني يبتدي كده يعتبر اللينك ده بالنسبة له بقى دور هنا انا بحدد البوتوكول ده انا هنا هل 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 هستخدم البوتوكول بينج او هستخدم الاتس دي او هستخدم الاتس بمساعة البيتكوات الثانية اه بس من خلال الشيء اللي عادي ممكن تبطيدي ان انت تستخدم حاجة ما CCB echo او LEDB echo CCB connect او HD سيدي بردك حاجات ممكن تستخدمها انا مفضل ايه بتفضل بنج او HD استخدمين فيهم ابطين انت تريد بس ساعات البيتكوات ساعات البنجلس يحتاج الانترنت قوي يقول لك البنجلس يبان ممكن يكون البنجلس صغال بس التصفح فسيء جداً فبناء عليه مقدار شئيس جود في الخط فلو انت عايز سيغل على حاجة جديدة حسنا في مصر احنا عندنا بفطوط الوان تبقى لها كوتا لها كوتا معينة لها مثلاً 50 جيجا لما 50 جيجا مثلاً تخلص فاعدت بنزلك جود في الخط مثلاً من 10 جيجا لحد 56 طب انت لو عندك الخطف 56 ماهيببنج عادي شغال فساعات احنا بنلجأ اللي هو لا اشتغل HPP احسن فعادي الانتنين تمام والانتنين شغالين يعني الانتنين بفطوط اللي هما يديكتروا الموضوع طب وفي الاخر انا بحدد الخطوط اللي هفيد اشتغر عليها هل انا هشتغر على كل ال HD1 ممبر ولا هشتبيب بعض الخطوط افتيو برضك اللي انت عايزت بيعني على حسب الانفيرومنت هشتغر عليها هنا طبعاً بنتكلم عن بقية الفيرتكور الممكن تستخدمها طب طبعاً عندك 6 options هنا تلاتة بس منهم غيرين ثلاتة منهم بتستخدمهم من ال CLI هنا الرضج بيتكلم انت ممكن يكون عندك 2 سيرفر تستخدمهم طب نتكلم على السفن الثاني وهو ال A-Tard ال A-Tardist دا زي ما قلنا والله احنا مش بنفعله غير لما يكون عندنا يلطن ابلكيشن او هنبتدي اللي احنا نستخدمه في الهولد لان ان شاء الله لما اخدوا الهولد في الفيديو الجاي هنعرف ان في بعض الهولد بتعتمد على ال A-Tardist من خلالها مش هتعرف تستغل ال A-Tardist من ال A-Tardist نبتدي ان احنا نقوم بجارة الخاصة بودانة على سريط كيرترية هما اللي تمشي و ال Jeter و ال Packetless ايه هما اللي تمشي و ال Jeter و ال Packetless هالك اللي تمشي دي انت مثلا عندك هنا جوجل و عندك هنا الجهاز بتاعك الجهاز بتاعك بدأ ان هو يبعد Think للجوجل جوجل رب الفترة اللي رب فيها دي هو رب بعد قد بعد دقيقة بعد دقيقة بعد ثلاثة ملي ساكن بعد قدير الزفر تمام فبتكلم هنا دي دي الارقام ال default الجفر لو هو مثلا رب باول بكت و انت بعدك تاني و رب الثاني بكت ما بين اول باكت و ثاني باكت الصايم يعني هو مثلا اول باكت رب بعد خمس دقايق ثاني باكت رب بعد ست دقايق فالجفر هنا يبقى كان يبقى واحد الباكتلوس دي انت مثلا بعت خمسة باكت رب على ثنين هنا الباكتلوسة عندك باكتان بثنين انت فقط ثوباكت ثم فده الكافية دي بناء عليها ببكتدي لحنا نحدد جرد الخط الارقام دي طبعا ال default بقولك اللي همتشي 5 mm يعني المسموع 5 mm لو رد بعد ملي سكن لا يعتبر جرز الخط ديني 8 وبناء العليه يبدأ ياخد الأكثر من المساعد الجسر 5 ملي سكن لو الجسر على عن 5 ملي سكن لا يعتبر جرز الخط ديني 8 والجسر دائما دائما يبقى في موضوع الموضوع الموضوع يجب أن الجسر يبقى على العاجل هو اللي في انت طبعا الباكت لوف الباكت لوف ما يكون فيه باكت لوف فده دي الديفل طبعا الاسل ايه طريق الديفل زي ما قلنا احنا مش بنفعلها بس غير لما يكون عندنا يا اما الشرات كان قبل كيسا تمام فانا مثلا عندي خطين وعايز اللي الناس مثلا يطلع او voice او streaming يبتج اللي هو يتنقل ما بين الخط الاول والثاني عن طريق مش ان الخط يقع لانه بص احنا لما تعلناش الاسل ايه؟ يستغلنا بس على link monitor تمام فبالتالي لازم البنج يقع البنج كل يقع عشان يبتدي ان هو يعتبر الخط تدور تمام طب هو ممكن يفضل يعمل البنج والبنج فغال بيرد بس جلس الخط ضعيفة يعني بيحصل مثلا بكت لس ما انت مستفعل ايه طريق طول ما فيه رد اصلا فبالتالي هو مش يعتبر الخط تدور فمش يعمل على الخط الثاني تمام ليه؟ لان انت بتعتمد ان هو الخط تدور لما ما يردش علي الخالق طب ما هو بيرد؟ يرد مثلا ببكت ويجع تاني ما يردش وهكذا تمام طب ما هو الخط تدور دايما الخط ضهيبه بالنسباله ده فمشتاج الحتة دي انا بكون حزر وانا بفعلها فلما افعلها في حاجة الاتفاق بقيس الخطوص جبجة الخطوص عشان اطلع الاتفاق من خط او من خط او بفعلها لما اكون عايز ان لانا استخدم رول ان شاء الله انا اعرف فاقود طيب اخر حاجة وهي الاتفاق سيتم تامر NI تمام اه اانا إذن ما ki سيتم تتاغش انا اتطلب اول دي اters و مربش علي بعد كام بالدنه سأعتبر اللي هو inactive سأعتبر اللي هو حصله سلع سأعتبر اللي هو down قال لك بعد 5 مرات يعني تقريبا 5 في 500 ملي سكن يعني بعد 2500 ملي سكن مربك سأعتبر ان الخط ده ده لان أنا عمل الـ كل 5 ملي سكن كل 5 ملي سكن بالشك عالقار و دي طبعا ارقام دي طيب خلاص انا اعتبرت دول هل انا اعتبره دول ما بتشكش عليه ثاني لا بتفضل تشك عليه برضي الشك عليه الشك عليه طب هو رب علي بعد الـ D اعتبره اللي هو alice اللي هو قام معي بعد 5 مرات 5-6 interval 5-6 interval اعتبره اللي هو bar up طيب انا لما اعتبرته اللي هو دول الـ action اللي باخدره الـ action اللي انت اعتبره انت بتقوله update من نسات الكروت يعني امسحه من نسات الكروت طالما هو دول طيب عملت الشك وحصل له اه اعمل ايه روح update برضك لـ نسات الكروت بتاعتك رجعه ثاني تمسك الكروت بارد اعمل اعمل اه نيجي للـ ويبقى عندنا كده شكل كده ببتده نحن نحوط بقى منه الـ اللي احنا بقى منها دي والدنيا عندنا عاملت زي وشكلها ويظهر لنا جراس كده شكل رطيس للـ packet loss واللي تنفي والجتر ويبتد اللي هو يواريك القيم اللي انت عاطبتها دي هو المنظر ده يتلاقي كمان الـ اس اللي انت قايم عليها ويقولك الخطوط بتاعتك الاحمر دي معناها اللي هو عدة عصل الـ اس اللي ايه طرجت بتاعتك وعدة المسموح دي من الـ packet loss مثلا او من الجتر او من القيمة بتاعتك طول ما هو معمول دي كده معناها اللي هو عدة تمام طيب باي ديفولت بيبع عندي 6 health 66 او 6 performance SLA موجودين على فورة جيد تمام وطبعاً ميش بيبو شغالين يعني انت ممكن تحط بها شون انت وفيش تشغال عليك خلينا كده نروح ناقوم SLA اسرح بيبع عندي او سنطرف او 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 يلا يدخلنا الـ SLA performance هلانا إنان هناك اي مكمل واني هناك اي خاص بAM وهللاقي دي لسافة SLA انا بحب ميش تقول وانا اول ما خصي كده امسحهم وكايت على كبير يجب عليهم من المملكة يعني انهم مش تشغالين قصا انا بحب كده إلانا ايه امسحهم وخصهم بمجد هلان امسحهم كده واعدين اقول له كايت شكراً أسمييها مثلاً ة كماما هلا ممكنة trabaj produce اعطى ممنخ أنه waspd.google.com أعطى فترة اعم 48 خطي المرأة اربعة اثنين definitely سأتكلم من انت المرافق احطى الاحطاء او من ان يحب الاحطاء أردن هل تجعل الاحطاء لا لا أبطي طب خلينا أول ما نفعل هذا طب إيه الشيك انتيفن بتاعتك والله هقوله لشيك انتيفن بتاعتي مثلا 500 ملي ساكند في الشيك كله 50 ملي ساكند الفيليار بصور اكتف والسور لينك افتر وقوله ابطيت بها الاسم بتاع بيس وقوله اوكي خلقنا بالمنظرة ده بس لو عملت كده ايه فرش رجعت ثاني هلاقيه بدلا هو يقولك ايه والله قدي ابط والدنيا عندي زي الفول خطين اب وانا كده البرفومات اسب ايه شغالة والدنيا تمام طيب حلس خلينا نبتدي اللي احنا اقوله لأ انا ها ادت طبعا هنا احنا انا مشغالين احنا انا مشغالين بتنسي وانا مشغالين باكت لوس وانا مشغالين اي حاجة من دي فنقوله ادت وصع على لين الاسب ايه تارجت وقوله خليها زيانية تمام لو بصيت بدلا اللي هو هنا قالك والله انت هنا حصل واني تمتش عندك بص الرب الرب كان عالخطين فاني تمتش عندي عالخطين هو عالي تمام لو بصينا كده هنلاقيه اني تمتش عندي عالي لانا انا عمله ما يعديك خمسة ملي فاكن وهو واحدة ستين ملي فاكن بصينا دائما دي الحاجات دي بزيلة اللي احنا حبيبتها بناء على جود اكتب ما جدا الموضوع الاشي الاشي الحتة بتاعت الحتة بتاعت التاكب يعني مش كومنت اللي احنا نشغلها غي بس في حل اليال تان ابلوكيشن غي كده لا ما مسمح تجين اللي احنا نشغلها تمام في حل اليال تان وفي حل الي احنا نكارف نشاء الله هيقول لك بص انت مثلا لو عايز فارس 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 فارما ي هلطي البداية فارس لاننفيquer راتط've10dkabl راتط've10dkabl اوو ارسط اجعلت خطوة الوران كان هذا الخطوة من الفيديو قمت بتفكير يعمل هذا علم الزواج وحسب يعمل المسكين تعالى ماذا هل علينا كيف تحدثنا هذا التفق هو شغال هنا وماذا لو يتحدث تخص ساعة نفق وساعة نفق يجب أن نفق نحن بفق فنقصب الاسيب الآن نريد مشيый ونقصد ايضا هل اعطني انه يستغل اسيب خط دور هل اسيب ، ايضا يستغل ومقصد ايضا م 들고 اسيب خط دور اعملك قوة ايضا فنتقصد ايضا الخط one انا اضعي التخلص ثاني نقصد بعد ايضا فنجعل ثمسة اضعي انه يستغل هل هو اضعي كمان من الخط برجعة تاني على كده اه طب اللي هو راجعت تاني بدأ اهو استغرق طب هالهو اعمل update لـ Route اه اعمل update ورجع للخط تاني اه تمام فده اللي بيعمله ايه اللي بيعمله الـ performance 1000 تمام وطبعا هي فايدتها الاكبر الاكبر فايدتها ان شاءالله لما نتقد اللي احنا نستخدم نحن نفعل حسة اللي تنتي وحسة الزيسة ونحن نبعث رافيس من خط الخط بنائلا على الباكت لسة بتاعته وبنائلا على الزيسة بتاعته اللي هو الفيس كواليتي او الفيس باندوث نحن نتغل على الحسة دي ان شاء الله في الفيديو الجديد لو حد بقي محتاج اي حاجة ممكن يبعتك على الانتب ان او على الجميل او يسير كومنت على الكامل يبعتك على خط بوك او يبعتك عليه ان شاء الله لكم الجديد اشترم عليك اتحدى في موضوع الاسد وان اتكلمنا اخر فيديوهين عن الاسد وان قلنا اي اهمية الاسد وان قلنا ان الاسد وان دي بتتكون من اول اوبجيكت او اول او اوبجيكت معانا هو الاسد وان زون دي هي اللي بتبطيدي تعمل اجيرجيت للانترافيرسز او للوان امترافيرسز او يعني زي ما نقول بتجمع او بنجمع فيها الانترفيس وقلنا اه الابجيكت رقم اثنين وهو الاسدي وان ميمبر ويهي الاسدي وان ميمبر دي بتبقى هي الانترفيس اه اللي بنقطع في الاسدي وان دي. قللنا بعديها عن الاسدي وان اسل ايه. ودي بنسميها الهلسي تشيك. اللي من خلالها بنقدر نمونتر الميمبر بتاعت الانترفيس لينك كواليتي. اه وبنبتدي ندتكت لو فيه اي لينك حصل له فلير. اه ولو حصل له فلير بنبتدي اللي احنا نريموفه من الروت ستيبل ولو رجع تاني او حصل له اه او اه خلاص رجع بنبتدي اللي احنا نري راوت اه نري راوت اللينك ده في الروتنج اه اه اخرى حاجة هنتكلم عنها او الابجيكت رقم اربعة اه وهو الاسدي وان اه اه الاسدي وان رول دي من خلالها بنبتدي اللي احنا اه نسبيسيفيك اه ترافيك معين اللي هو ياخد او يطلع من على انترفيس اه اه معينة. اه طيب ده بناء على ايه بناء على شوية كاريترية احنا بنحددها زي لتنسي او الجيتر او الباكت لوس بسنتج. اه بنبتدي نقول اه لو اه عندي تو انترفيس وعندي اه الباكت اه او اللي تنسي في الخط ده اعلم الخط التاني يبقى اخد دايما الخط اللي هو اقل. اه طيب ايه هي البرامتر اللي بيبتدي يماتش عليها الترافيك. اه هي السورس اي بي او الديستي نيشن او البرت نمبر الانترنت سيرس داتبايز الابليكيشن والكلام ده. فمثلا انا ممكن اقول له والله لو عندي سورس اي بي اكس. تمام? طلعوا اه سورس اي بي اكس لو رايح لاي ديستي نيشن طلعوا مسلا من بورت وان. هل ممكن يكون سورس اي بي? لا ممكن يكون اي اي بي ممكن تعمل اول اي بي مسلا. طيب اه لو عندي نفس السورس اي بي اكس لو رايح لديستي نيشن مش اول ده رايح مسلا لنتفليكس مسلا. طلعوا من على بورت تور. طيب لو عندي اه 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 سورس اي بي بردك اكس طالع لفيسبوك طلعوا من على بورت تري. طيب لو عندي سورس اي بي واي. طالع نتفليكس بردك. هل لازم اطلعوا من على بورت تور? لا ممكن اقوله طلعوا من على بورت وان. وهكذا فانت بتبتدي اللي انت تماتش في السورس اي بي. طب في الدستي نيشن الدستي نيشن عندك تنوع شوية. ممكن تماتش في الدستي نيشن. اه مسلا تقوله ده انترنت سيرف سيرفز داتابيز او ابليكيشن معين. فتقول والله الاي بي ده لو رايح للانترنت سيرفز داتابيز دي بيز دي او رايح للابليكيشن ده طلعوا من على الانترفيس كزا. او ممكن تحط في الدستي نيشن اول. تقوله والله لو الاي بي ده رايح لاي مكان طلعوا من على انترفيس رقم كزا. طيب. اه الانترنت سيرفز داتابيز او الابليكيشن دي اه اه ساعتها الاي س دي والبيت يوز الانترنت سيرفز داتابيز او الابليكيشن بكنترول داتابيز. اه عشان تحدد اه الابليكيشن زنوع النوع بالطبع ها. وهنا دايما بيمانتين الداتابيس دي وبيبتدي اللي هو يعمل لها اه دايما. طيب. اه حاجة زي دي طبعا طالما فيها يبقى هي لازم تكون عندك عشان يبتدي اللي هو يطلع لفورتي جارد زي ما تعلمنا في الابليكيشن والكلام ده يطلع لفورتي جارد يقول له الابليكيشن ده طبع ايه وهكذا. تمام? طيب. خلاص انا حددت الكريتيريا بتاعتي وحددت الماتش بتاعي. طيب ايه هي بقى الروز نفسها? اول رول معانا وهي المانوال رول. تمام? المانوال رول هنا بتقصين انتل انتروفيس دي مانوال. تمام؟ وبتعتمد على حاجة اسمه اله ايه. البيستيكواليتي برضك بتعتمد على اله ايه و بتعتمد على حاجة اسمه اللين كوست فاكتور. طيب. لحد دلوقتي متكلمناش في اي حاجة بتعتمد على السلا ka 다. اللوست كوست بتعتمد على ال اسلا ka. والماكسمان باندورز بيعتمد على ال اسلا. بس الماكسمان باندورز بيعمل لود بلدس. هنا Furthermore Learning نأخذ واحدة واحدة لا تكلم عنها. اول حاجة عندنا المانيول والمانيول هو الانترفيس بريورتي اللي انت محتاج تطلع من عليها الترافيك ولو الترافيك عامل ماتش للرول كريتيريا الترافيك هيطلع من اول انترفيس افليبل بيزد على الانترفيس بريفرنس الحاجة زي دي مش بتعتمد على الاسل ايه طيب تعال نجربها ونشوف الكلام فيها بتعامل ازاي انا عندي هنا اللاب تمام اه وهنا عندي فورت جيت لو فتحنا كده ادمن انا عندي هنا اخش على اس دي وان رول ممكن نمسح دي انا عندي او الديفولت تمام عايز اكاريت اس دي وان رول هقول له كريت هنسميها مانيول ونبتدي اقول له والله السرسة اي بي مسلا اللي هما فيدان السيرفرات لو حابين يطلعوا مسلا لأي مكان مانيول وسميها مسلا سيرفر لو حابين يطلعوا لأي مكان خلاص انا كده تقفلي الانترنت سيرفر والابليكيش وقول لي مانيول وابتدي اللي انا حط فيها اقول له حط فيها الوي والاورنج وقول له اوكي تمام وهعمل واحدة تانية وسميها مانيول بس هقول له دي الخاصة باليوزرز وهقول له اول لا هقول له بقى اليوزر تمام لو حابين يروحوا لأي مكان مانيول بس هعكس هقول له الاورنج الاول والوي الاول الوي التاني وهاجه ابص هنا نرجع تاني هنلاقي هو هنا عنده اول حاجة خاصة بي السورس اللي اسموهم السيرفرز السيرفرز عندي تقريبا يعني طب خلاص بلاش السيرفرز عشان السيرفر ممكن يكون فيها مشكلة خليها مثلا وقول له خليها بعد اذنك وقول له اوكي تمام فهنا انا بقول له لما يجي لك الرنج ده اللي هو تقريبا واحد تسعة تليني واحد ستة تمانية عشرة سلاس زيرو وده عشرين سلاس زيرو لو جالك عشرة سلاس زيرو حين لاي مكان طلحهم الاول من على وي لو وي ده واقع طلحهم من على اورنج وانتلاقي عمل لك علامة على وي الاول طب هو ليه عمل علامة على وي لانه هو هنا خد في الاعتبار حاجة اسمه البيورتي او حاجة اسمه الانترفيس فدايما الاول هو بيبقى الاول تمام لو بصرنا كده هنا وعملنا ادت انا حاطت من هنا الاول حاطت وي فبالتالي ده الانترفيس الترتيب بتاعهم هو وي الاول فاعتبر ان وي الاول وخده هو الاول طيب ثاني واحد هو قالك لا ده اورنج الاول فاعتبر ان اورنج الاول طيب تعال نتست الموضوع ده انا عندي ده ونفتح الجهاز ده نفتح ده ونفتح ده نخش هنا تعال انا نشوف دواخد اي بي كام اي بي ونفج دواخد عشرين يعني ده بيلان اليوزر وده طب بيلان اليوزر هو المفروض لو بصرنا هنا اليوزر المفروض يطلع من على اورنج تمام فلو بصينا هنا وطلعنا هنا على بيلان اليوزر وقلنا بعد اذنك ممكن تفضل تبنج تبنج كده تبنج على تمانية ضد تمانية ضد تمانية سلاش تي هيبتدي اللي هو يبنج طيب اه لو بصينا كده في هللاقي هنا بيعمل المفروض اللي احنا نلاقي دايما بيطلع من على اورنج لو بصينا هنا على Dieavour بتاعتنا على ال Forty session هللاقي اه اه ااي اعشرين 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 اه او هنا في غلطة اهو اولينج اهو اه او او، اه اه Ian في اي اتذجrze خمسه نجع تاني. تمام? كده المفروض استيشل راحت. هو كانت بس تهييسة. تمام? خلينا كده نفتح مسلا مسلا فيسبوك نفتح جوجل نفتح اي حاجة نشوف هيفضل يطلع من على اورنج واللأ. قلو مسلا افتح فيسبوك. افتح يوتيوب. افتح سويتر اي حاجة. تمام? نبص هنا على فورتيجيت. هنلاقيه. دايما هو واخد سكة اورنج. واخد دايما ايه? سكة اورنج. ليه? لان هو بيماتش في النتورك. بيماتش في الرول اللي هي دي. فهو بالنسبة له هو اورنج. فدايما بيطلع من على اورنج. طيب. تعال نشوف الجهاز التاني. اه. لو جينا هنا مثلا. اي بي كونفج. ده تلاتين. طيب تلاتين المفروض ياخد سكة وي. تمام? بينج على تمانية. تمانية تمانية سلاش فيه. تمام? المفروض ياخد سكة وي دائما وابدا. ماشي. فلو بصنا هنا على اه تلاتين. المفروض تلاتين ده ياخد سكة وي دائما وابدا. فلو بصنا على تلاتين هل ليه واخد وي? وي تعال كان فلطة واقول له بعد اذنك بعد اذنك سلسة اي بي تلاتين. هتلاقي تلاتين دايما هو واخد وي. ليه واخد وي? لانه هو بيماتش في اه لانه حاطيتها. اللي هي بتقول له ايه? بتقول له لو عندك اه اللي هي تلاتين. سلاس زيرو. اه ابتدي اللي انت طلحها من الرول دي. والرول دي بتقول لك انا عندي اول واحد في هو وي فدايما هياخد وي. طب الفكرة ماذا لو مسلا وقع? اورانج هنا وقع اورانج هنا هو اول واحد. ماذا لو اورانج Gentleman وقع? تعالنا نوقع ونشوف اللي سيحصل. هل هينقل على الانترافز الثاني او او لا. نجي هنا لورنج ونوقع. وتعالى نبص كده هنا في الاس دي وان رول تاني. هنلاقي قلب على وي. تمام? وقال لك وي دي هي اللي بقت شغالة عندي. تمام? وبقت هي الانترافز بالنسبة لي هي اول واحدة. تعالى بقى كده نشوف البنج هيرجع ولا لا. تمام? البنج رجع والدنيا تمام? وزي الفل. تمام? واشتغل والدنيا جميلة وشغالة. تمام? طب ماذا لو انا رجعت تاني اه 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 رجعت تاني اورنج. هل هيرجع تاني الوي ولا لا. تعالى نشوف. نيبل. ورجع تاني للاس دي وان رول. اه هتلاقي رجع تاني البريفرنس بتاعته اول واحدة اورنج. هتلاقي رجع تاني الورنج وما فيش عنده اي مشكلة. طب ماذا لو انا جي عندي اه اي بي اسمه واحد تسعة اتنين سوري سينا اجيب البن. واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة تمانية دوت مسلا مية دوت واحد. هيجي يبص على اول ولوي ماتش فيها. هل انا في السورس الاي بي ده موجود? لا. السورس هنا بيقول لك تلاتين زيرو. طب ينزل اللي بعديها. يبص هل انا موجود هنا في السورس? لا. السورس ده بيقول لك عشرين زيرو. اه يبقى انا هطلع من الان مش راعة فاطلع نت. لا اتعرف تطلع. هتروح بقى تغبط في الامبليست والامبليست هي اللي تطلعك. وهي اللي تعملك اه 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 مناء على السورس اي بي او تختار اللوت بالانس الجوريزم زي ما انت عايز. اللي احنا شرحناهم وتكلمنا عنهم بالتفصيل في اول آآ فيديو. طيب آآ آآ ياريت يكون حاجة زي دي مفهومة. طيب ده بالنسبة للمانوالي. طيب البست كواليتي. لا البست كواليتي هو هنا بيكمبير بيكمبير ما بين اللينك بناء على حاجة اسمها البست كواليتي. والبست كواليتي ده بيعتمدوا بحاجة اسمها اللينك كوست فاكتور. اللينك كوست فاكتور دي اكتر من كريتيريا. تمام؟ آآ بيبتدي اللي هو يشتغل عليهم. وانت اللي بتحددهم زي اللي تنسي او الجيتر او الباكتلوس. الداونستريم. الاب استريم. الباندويتس. كل واحدة لوحدة على حدة. او انت ممكن تعمل كاستم بروفايل. وتبتدي تحدد قيم ليهم كلهم. ويبتدي يشتغل عليهم كلهم. تمام؟ هل هنا هو بيحتاج اس الايه؟ هل هنا هو بيحتاج اس الايه؟ اس الايه؟ لأ مش بيحتاج اس الايه. هتقول لي ما بيشتغل ازاي؟ هو مش بيشتغل على الاس الايه تمام؟ اللي هو يحدد البست كواليتي لا. هو بيستخدم الاس الايه بس عشان يبتدي يبينج او ييفلويت التارجت ده. تمام؟ إنما هو بيحدد البست كواليتي بناء على حاجة اسمها اللينك كوست فاكتور. هنتكلم عليها ونشرحها تفصيل. طيب. لو جينا عندنا هنا مثال. المثال ده هنا بكل بساطة. بيقول لك والله أنا عندي مجموعة من الادرسيز. رايح هتكلم دستينيشن جوجل ميل. تمام? وعندي ا очерد اي س بي وان واي س بي توا. وأنا مختار بستيك والتي وحاتت هناGI والا س بي بتاعت هي جوجل. أنا هنا مكاريت ا 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 بيبن mismo على جوجل وحاطتها. طيب هل هو بيستخدم ال ا ess ل ا اللي جواها? لا مش بيستخدمها وده هم بيينه. انا هنا قلت له الiques tickereo راية بتاعت هي اللي تنسيف. انا حديدت له هو. طب هو بيستخدم ال اس ل if هنا بيستخدم بس عشان ييفليويت اللي تنسي اللي هو يبنج بس إنما أنا في قلب الاس اللي اسمها جوجل أنا مش حط أي كريتيرية تمام؟ وده هنشوفه تفصيلا طيب بقيت المثال هو هنا قديل لينكين راح جاي عاملك أمر اسمه دايجنوسيز سيستم هيلس تشيك جوجل يعني وريني الهيلس تشيك اللي معمول على جوجل اللي معمول في الاس اللي اسمها جوجل طلع قال له سيكوانس 1 وسيكوانس 2 الباكتلوس بتاعهم تقريبا ما فيش اللي تنسي هتلاقي اللي تنسي بتاعت سيكوانس 1 أعلى الجتر هتلاقي الجتر بتاع سيكوانس 2 أعلى طيب اللينك كوست فاكتور بقى احنا محددين اللينك كوست فاكتور هنا اللي تنسي تمام؟ فلوجيك هو هيختار سيكوانس 1 ولا سيكوانس 2 يعني هيختار انترفيس 1 أو ISP1 ولا ISP2 والله نشوف ميني اللي تنسي بتاعته قاله اللي تنسي بتاعته قاله هو سيكوانس 2 فلو جيت قلت له Diagnosis System SD1 Service 1 Service 1 دي يعني اللي هي rule رقم 1 أو policy رقم 1 هللاقيه بيقولك والله أنا مختار عندي أول اختيار بالنسبة لي هو sequence 2 لأن اللي تنسي بتاعته أقل فهو ده اللي معموله selected هو ده اللي أنا مختاره عشان اللي أنا أطبق البوليسي بتاعتي وفرود الترافيك بتاعي خليني بردك أبسط لك المعلومة أكتر هو بيختار الموضوع ده بناء على إيه بكل بساطة هو بيبتدي اللي هو يشتغل على حتة اسمها link code threshold وهو by default 10% by default هو بيبقى 10% أو تحديدا هو بردك بيشتغل في حتة اسمها الانترفيس بريفرنس يعني بيشوف أهنه انترفيس عنده الأول الأول تمام فهو هنا عامل بيقوله set priority member 2 ثم 1 يعني اعتبر ان الانترفيس اللي هو 2 ده اللي هو ليه الفيورتي الأعلى ثم انترفيس 1 يعني ترتيب هيبقى انترفيس 2 هو الأول ثم انترفيس 1 فهو بيبتدي يتشيك على انترفيس 2 لو لقاه هو تمام بيبتدي يطلعه لو لقاه وحش بيبتدي اللي هو يخش على انترفيس على انترفيس 1 ويبتدي اللي هو يعمل عليه equation اللي هو يقوله انترفيس 1 لازم يكون لو هو لو يعني لو انترفيس 1 او انترفيس 2 لازم يكون فرق ما بينهم على القال 10% يعني يكون واحد أسوأ بعشرة في المية فهو مش هيختار مش هيختار يعني لما جيه انترفيس 1 لما جيه عنده انترفيس 2 في الأول فبدأ اللي هو يحط عليه المعادلة اللي هو بيقوله لازم انت تكون أقل أو أسوأ من انترفيس 1 بنسبة 10% ساعتها هو اختار وده اللي حصل تمام هو لقى انترفيس لما عمل الـ equation او عمل المعادلة لقى ان انترفيس 2 هو اللي تنسي بتاعه بـ 188 انما انترفيس 1 اللي تنسي بتاعه بـ 200 فبالتالي اختار انترفيس 2 اختار انترفيس 2 ده بس شرح شرح بس للايه للحتة هو ليه اختار مع ان انت يعني هو بالنسبة لك قدامك اللي انت اللي تنسي هنا اقل فهو اختاره اقل بس هو صراحة هو فيه equation عشان يحسبها منها يعني فدي كانت ببساطة equation هين ت hus ادعو انا حسن اطفق ايضا كان انا ممكن اغير الحتة بتاعة الست لينكوستشولد اخليه لازم يكون ما بينهم مثلا خمسة في المية او ستة في المية عشرين في المية على حسب ما انا عايز بس كومند انت ما تغيرهاش وتسيبها زي ما هي طيب تعال نشوف حاجة زي دي ممكن نعملها ازاي لو جيت مثلا على اول انتافيس دي وجيت عملت فيها ايدي ده قلت له انت هتشتغل على البستك والتي هيقول لي بعد اذنك ايه هي الاس الاي انا ما عنديش اس الاي تعال انكاية الاول الاس الاي وقول له حط لي اس الاي ويسميها مثلا جوجل ويخليه يبنج على اربع ثمانيات وبص مش هحط فيها اي اس الاي تارجت تمام مش هخليه اس على لا 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 مش هحتاج الكلام ده لان دي انا بحطها في نفسها بيستكولتي زي ما قلنا مش بيحتاج اس الاي تارجت انا بس باستقديم الاير اس الايه بيوفورمانس عشان استخدمها وانا بحط التارجت من عندي منر بيو سي وبقول له اوكي وهاجه هنا تاني ونشوفة هل ليها هي شغالة ومسمعة وهاجي هنا على الاس دي والنور هاجي في اول واحدة وبقول له ايديت وقول له بعد اذنك اشتغل بستكوالي billionaire عندك واي هو اول واحد وقرج هو اول واحد بعد اول واحد اخطر لي جوجل ويقول له الكريترية اللي انت عايزها بقى. عايز تشتغل على 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 على اي حاجة انت عايزه. او عايز تكاستم برو فايل عندك اللي تنسي والجتر والباكتلوس والباندوس وتبتدي تحط لهم كل واحد منهم قيمة ويبتدي اللي هو ياخد القيم دي ويقارن كل خط بالقيم دي ويبتدي اللي هو يطلع بناءا عليه. تمام? فهنا انا ما استخدمتش حرفيا انا ما استخدمتش اسل ايه نهائي. طيب اه لو بصينا هنلاقي تقريبا هما اللي تنسي متشابه. تمام? فخلينا مثلا اقول له انا عايزك تستخدم اه تخش مثلا على سوري هنا واقول له اللي تنسي واقول له انابل اوكي. اه اوكي. تمام? فهو بالنسبة له اختار وي لانه وي هنا هي الاقل في اللي تنسي. خلينا بردك نشوف كده. ايو اللي تنسي بتاعها اقل له. تمام? فهو بالنسبة له دي. طب هل ممكن يعكس? اه يعكس لو اللي تنسي اه العكس يعني لو اللي تنسي اه اسوأ. تمام? بس زي ما قلنا عشان ينزل اللي تحت لازم يكون اللي تحت اسوأ اصلا. اه اللي فوق ده اسوأ من اللي احت عشرة في المية. تمام? فبقى انه هو الفرق مش بسيط فهو دايما هيعتمد على اللفوق. دايما هيعتمد على اللفوق. لازم يكون اللفوق اللي بتاعه الاولاني يكون اسوأ من اللي تحت بنسبة عشرة في المية. وده طبعا مش متحقق يعني مش مفيش نسبة عشرة في المية. ده اللي اتنين يعتبروا اه معمول لهم اه ايكوال يعني. وهاجي هنا بردك اقول له واقول له اه لا مش عايزين خلاص انا حطيت الايبات واقول له جوجل واقول له انت اختار يا عام بناء على الجتر مثلا واقول له اوكي. تمام? فدايما بالنسبة له اورانج هي الاول. ليه? لان اورانج اه هي في البريفرنس الاول. فلازم عشان ينزل لوي لازم اورانج تكون اسوأ بنسبة عشرة في المية من وي في حتة الجتر. وطبعا لو بصينا هنلاقي اللي الجتر اه الجتر بتاع اورانج اعلى. اه اه بوينت زيو سبعين اعلى من اللي تحت. بس هو مش اسوأ بنسبة عشرة في المية فدايما هو مختار اه اورانج. طيب تعالا كده نخش هنا ونقول له بص انا عايز اعمل اه انا دايج اه اا اه سستم ازديوان ازديوان اه اه سيرفس واقول له اه لا انا مش عايز قبل سيرفيس هقول له وهقول له اللي اسمها ايه اللي اسمها اه اه جوجل وهقول له انتر لأ يبقى ما فيش حاجة اسمها جوجل لازم اكتب الاسم بالضبط قال لك بص انت عندك سيكونس وان ودي بورت وان اه بورت وفور وسيكونس تو بورت وفور اه وراك اللي تنسي وراك الكلام ده طب انا عايز بقى هقول له لأ بعد اذنك السيرفيس السيرفيس تمام اه اللي هي رقم واحد يعني بقول له الرول اللي هي رقم واحد هبص هنا على الرول اللي هي رقم واحد اه موجود عندي تحت اهي بيقول لك والله انا عندي سيكونس وان وسيكونس تو انا مختار اه بالنسبة لي انا مختار اه اه سيكونس وان ليه لان انت هنا حاطط لي اه حاطط لي حاجة اسمها اللوست اه هي اللي تنسي وانا بالنسبة لي اللوست كوست اه اه بتاعة اه اه هي الاقال هو بالضبط مش هي الاقل ليه لان هما تقريبا الاتنين يعتبروا قضى بعض فهم اختارشان هو اخطار مش هقception اهي هذا القفل لا اختار كمان عشان معتيها تمام سيكونس وان او بورت وان او بورت وفور ده بتاعته اعلى او ميincoln في في بتاعته في الاول. فبالتالي هو اشتغل عليه. تمام? عشان يقلب على اللي تحت. لازم يكون اللي فوق اسوأ من اللي تحت بنسبة عشرة في المية لان انت حاطت هنا لان انت حاطت هنا اه اه ايو اه حاطت اللينك عشرة يعني عشرة في المية. تمام? في المود بيقول لك المود اللي هي اه طيب. اه ماشي. ولو قلت له هنا سيرفيس تو. تمام? اه هتلاقي بالمنظر ده. سيرفيس وان. اهو. تمام? سيرفيس تو. هتلاقي بيقول لك انت مختار هنا الجتر. تمام? انا عايز برضك اريكم حاجة. اه خلينا طيب نشوفها بعدين. يعني حتى بتاعت البريفنس. طيب لو انت عايز تعدل اه فيه. ده بالنسبة للبستيك والد. طيب اللوست كوست. اللوست كوست هنا هو بيعتمد بقى على الاسل اي. الاسل اي هي بتخش معاه في المعادلة بتاعته. فهنا انا محتاج اسل اي. والاسل اي دي لازم تكون فيها تارجت. لازم تكون فيها تارجت. تمام? وممكن يكون فيها اكتر من تارجت على فك. يعني هنا فيها اكتر من تارجت. بس طبعا ده بيتفعل من السيء الاي وتكلمنا عليه. طب. فخلينا كده بالمثال بسيط ده نفهم. هل هو بيعتمد على الاسل تارجت بس? هو بصراحة لا. بيخش فيه احاجات كتير. هنتكلم هنا لو انت عندك اه فور انترفيس واحد واثنين وتلاتة واربعة. زي ما هو عندك كده في التابل. فبدأ وحاطة اسل اي. بيبتدي اللي هو يبص الاول على الاسل اي. فلاقى ان بوتة اربعة هو مش بيسستفاي الاسل اي. يعني مثلا لو انا عامل الاسل اي مثلا بتقيس مثلا على اللي تنسي. فلاقى ان هو ده بيطلع. ده اللي تنسي بتاعته واقل واحدة. راح جاي واخده ومطلعه. واللي تنسي بتاعت دول شبه بعض مثلا او ايكوالز. تمام? يبتدي بعديها يقيس حاجة اسمها الكوست. تمام? والكوست دي هنعرف ازاي بنعدلها. فبص هنا لقى ان الكوست بتاعت بوتة تلاتة. تمام? دي اعلى كوست. راح جاي مطلعه ومستبعده. طب لقى هنا ان الكوست بتاعت بوتة تو بوت وان متعدلين. ده خمسة وده خمسة. والاسل ايه تارجت متعدلة. يرجع هنا للانترفيس بريفرانسز. يعني ترتبهم. ترتبهم وانا حاطتهم. فلاقى هنا اللي الانترفيس بريفرانسز بتاع ده ده رقم تلاتة. انما ده رقم اربعة. فاختار بوتة تو هو اللي يطلع عليه بالالجوريثب اللي اسمه اللوست كوست. تعالوا نبص على الموضوع ده. انا جيت هنا. تمام? قلت له بعد ازلا كان عاوز اللوست كوست. لو جيت هنا على الاسل ايه هيقول لي انت ما عندكش اسل ايه. يا باش مواندس ده انت عامل اسل ايه. هقول لك انا عامل اسل ايه بس مش حاطت فيها اسل ايه تارجت. فبالتالي هو لازم تحط له التارجت عشان يبتدي اللي هو يقيس عليه. تمام? فكده هنخش اللي احنا نعدل في الاسل ايه نفسها. وقول له بص بقى لا. بعد ازناك حطي لي الاسل ايه تارجت بقى معلش. وقول له اوكي. اه كده الخطوط هتفصل مننا. خليها مثلا خمسمية. خليها خمسمية عشان بس ايه ما يعتبرش ان الخط دون ويقرفنا كل شوية. تمام? وهقول له في الاس في الاس دي وان رول. بعد ازناك بقى انا عايز اشتغدم اللوست كوست. هاجي هنا على الاسل ايه هلاقيها بقى جوجل وقول له اوكي. تمام? طيب واقول له بعديها اوكي. تمام? هيبص خلاص هو اختار ويه لانه ويه الدنيا بالنسبة له تمام? والحطة دي. طب انا الاتنين يا سيد. الاتنين اكوال في الاسل ايه بتاعته. في الاسل ايه طرد. يبص بعدها على ايه يبص حتى هنا بيقول لك ايه الكاريترين اللي بيماتش على الاسل ايه. انما تحت عشان كان ما كانش شغاله اه ما كانش شغال لوستوكوست كان شغال بستيكواليتي فقال لك الجيتر اللي انت بتستعلم. انما هنا في اسل ايه بقى كاملة بقى فيها بقى ايه? فيها اه جيتر وفيها بكة لص وفيها اه لتنسي وفيها كل حاجة. تمام? نراكس برضك في الحتة دي. طيب. اه بسم الله كنا بنقول ايه? انا ننسيكو انتبا قول ايه? طيب. اه فالحتة دي اه. اه. فماذا لو بقى هو لقى الاسل ايه بتاعت الاتنين متساوية? تمام? فالمفروض بقى ايه? يروح على الكوست. طيب الكوست بتاعتهم ايه اخبارها? عايزين نبص على الكوست. طيب بص على الكوست من ايه? الكوست دي انت بتحكم فيها وانت بتكاريت الانترفيزون. لو جيت هنا تلاقي الكوست هنا زيه والكوست هنا زيه. فتعالا مسلا نحط هنا اه سوري. اخلي مسلا الكوست هنا بتاعت الخط ده اخليه مسلا بعشرة. كده الكوست ده اعلى. كده الكوست بتاعته اعلى من ده. فالمفروض اللي هو لو الجيتر واللي تنسي والحاجة دي متساوية. فهو هيرجع للكوست. والكوست هنا ده اعلى. فالمفروض ياخد اورانج. تعالا كده. بص خد لك اورانج. اورانج بقى هو الاول. هنا اورانج بقى هو اه سوري احنا هنا. احنا هنا لعبنا هنا. دي اللي شغال ايه. هنا بقى اورانج الاول. ليه اورانج الاول? لان هنا انا الحاجات دي بالنسبة لي الاسل ايه تارجت بالنسبة لي في الخطين متعادلة. فانا ابتدأت اللي انا استخدم ايه? استخدم الاس الكوست. تمام? طيب لو خليت الكوست واحدة هنا كده هيرجع لايه? هيرجع لايه? استراتبه. استراتبه. تمام? لو بصينا هنا كده. قال ليه راجع تاني الوي. ليه? لان وين تحطوا في الاول. وين تحطوا في الاول. طب تعالا كده بص بص بص. تعالا نعكس. تعالا اقول له لا انا اورانج في الاول ووي اهو. فالمفروض كده ايه? هيعتمد اللي اورانج هو الاول. لانه هو تكتيبه في البرفنس الاول. وبالنسبة له ان الاس الايه تارجت متشابه في الخطين. لان طبعا هم نفس الخط يعني. انا عاملهم اه شكل خطين بس هم نفس الخط. بيطلع في الاخرى على نفس الانترافيس يعني. فكده اعتبر دي. طب تعالا لعدل في الكوست. انا عايز اعدل في الكوست تاني. هخلي مسلا 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 ان اورانج الكوست بتاعته عشرة. اقول له اوكي. واجع تاني. هلاقي دايما راح جاي مختار وي. راح جاي ايه? مختار وي هو الخط الاساسي بتاعه. يبقى زي ما قلنا اه في الموضوع اللوست كوست. اول حاجة دي بتحتاج اس الايه عشان يقيس عليها. لو الاس الايه متشابهة في الخطوط كلها او متقربة. بيبتدي اللي هو يبص على الكوست. لو الكوست بالنسبة له فيها او فيها تشابه. بيبتدي اللي هو يرجع ويبص على الانتوفيس بريفرانسيز. وياخد مين الاول عنده. يبتدي هو ده. اللي ياخده. اه اخر حاجة معنا وهي الماكسيمان باندوتس. ودي برضك بتحتاج اس الايه. في الماكسيمان باندوتس هي مختلفة شوية عن اللوست كوست. هو بيبتدي يبص على الاس الايه تارجت. لو هي متشابهة متشابهة. بيبتدي يعمل لود بالانس على الخطوط المتشابهة. مش بيبص للكوست. مفيش اي كونسدريشن او مفيش اي تيك اني بارت للكوست او الانتوفيس بريفرانسيز معاه في المعادلة. هو بيروح يبص على ايه? لو انا عندي في المثال هنا. عندي انتوفيس. عندي انتوفيس نمبر فور ثري تو وان. راح بص عليهم كلهم حط الاس الايه. لقى ان ربعة ده هو الاس الايه نوت استيتيفاي. مش مش او مش مزبوطة. راح جايي مطلحها. لقى ان ثري وتو ووان. متشابهين. راح جاي لغا الكوست. ما بصش على الكوست. ما بصش على البيروفرانسيز. بدأ اللي هو يعمل لود بالانس. ودي الماكسيمام باندويتس اس الايه هي الوحيدة اللي بتعمل لود بالانس. هي الوحيدة اللي بتعمل لود بالانس. طب هو بيعمل لود بالانس ازاي? بيعمل لود بالانس باكتر من طريقة. راوند روبين. او 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 اللي هي في الاتجاهين اللي هي في الاتجاهين. الديفلت بتاعتها اللي هو دي اللي هو ايه اه اه ترافك من هنا واحد 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 اللي هو من هنا يطلع بالتساوي. السورس اي بي لا بيقول لك والله السورس ده دايما هياخده الانترافيز دي. السورس التاني ياخده الانترافيز دي. انما السورس دي لا لازم يكون لو السورس اي بي طلع فيسبوك يا يطلع بالانترافيز واحد. طب لو السورس اي بي ده صالح مثلا الى جوجل لا ممكن يطلع بنانترافيزه. طب لو السورس اي بي طلع تاني من فيسبوك يا جا deduction ايه يطلع بنانترافيز واحد. تمام? فده باختصار census. وده اه شكل المثال يعني. تمام? على اه الموضوع. اه وهنا لو انت عايز تعدل في الاسم الانترافيز على اتى لو عايز تقدر في اللوت بالنس طبعا هو انيبل لو عايز تعدل فيه طبعا بتعدل فيه وتقول له اختار اللوت بلنس هاش تختاره اللي انت عايزه. فتعال كده اه نبص على الحتة دي سريعا هنا. طب انا عايز اخش على اول واحدة وقول له بص انا عايزك تحطيلي اول انتفذ وانتفذ وتعملها بس بحسوس واقول له اوكي هتلاقي علملك على الاثنين اللي هو هيعمل اللوت بلنس على الاثنين. مش هيشتغل واحد ويسيب التاني. ليه? لان الاتنين بيميتواية. يعني ايه بيميتوا وايه? انا لو بسيت هنا مقولت له هلاقي ان الاتنين بيميتوا أويه? انا عامل ايه انا عامل هنا في ايه لو بسيته. بقولك لازم يكون اللي تنسي آآ اكبر من خمسم heter اكبر من خمسميت ميلي سكن. الجتر اكبر من خمسميت ميلي سكن. آآ سوئ اقل من خمسمته من الاس investor هلاقي ده أربعة وستين سبعة وابعين وده آآ تمانية وده مش عافية. فطبعا ما عدوش الخمسمونيت ميلي بيهم الاتنين تمام. ويشتغل على الاتنين. يبعت هنا ويبعت هنا. ودي الوحيدة اللي بتستخدم. طب ماذا لو انا عايز العب في في الالجوريزم. هاجي هنا واقول له وقول له اقول له ايه? اقول له سيرفيس. انا عايز سيرفيس اللي هي رول نمبر وان. هقول له رول سيرفيس. وقول له اديت وان. يعني عايز اعدد على رول واقم وان. واقول له مسلا شتو فول كونفجريشن. هبص هنا هيقول لك الست مود لوت بانس. اه لوت بانس. تمام? الست هاش راوند روبين. الست هاش ايه? راوند روبين. ممكن انا غير اقول له بعد اذنك الست هاش مود. انت عايز تعمل ايه? عايز تعمل سورس اي بي. عايز تعمل سورس دي سيشن اي بي. او او اللي انت عايزه. تمام? اختاره اللي انت عايزه. بس يعني اه لو مش هتختار راوند روبين. ممكن يبقى عندك اختيارة ما بين السورس اي بي والسورس دي سيشن اي بي. اللي اتنين ممكن ينفعه. انما الام باوند والاوت باوند والبايا انا بصراحة ما استخدمتهم شي. وبصراحة ما عارفش عنهم كتير. بس انا دايما يعني بسيبها راوند روبين. لو انت عايز تلعب شوية. ممكن يعني تلعب ما بين راوند روبين او يعني ما تلعبش في الباقي. اه طالما تعرفوهم شي. ممكن تقروا عنهم وتفهمهم اكتر وتعرفوهم وتلاقي اللي هم مفهودين للا. مفهودين لللا. يعني مفهودين للسيريريو اللي عندكم تستخدمون. بس هم يعني بوضك من اسمهم انت بتحتمد على 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 الاترافك الانكومنج والترافك الاوت جوينج وهكذا يعني بوضك ايه اه يعني زي ما انتوا عايزين ممكن تستخدمون. تمام فدي اللي هي اه اللي هي اه اللي هي اه اللي هي اه اللي هي اللي هي رول الجميلة اللي عندنا في الاول. طيب اه اخيرا اخيرا يعني بنقول ان ده المنظر عندنا فماذا لو ماذا لو اه انا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� اللي لها اللي احنا نبص لها الاول. ممكن يعني تفهموا الحتة دي لما آآ ناخد حاجة اسمها البوليس راوتيك ان شاء الله يعني. بس ده شغل ادفانست شوية. آآ بس آآ يعني ارجو ان الموضوع يكون يتفهم. آآ الحتة برضك معلش الحتة اللي هي بتاعت الابليكيشن يعني انا لو عايز هنا اجي العب في الابليكيشن واستخدم مثلا اقول له لا انا مش عايز اقول انا عايز اخليها مثلا ابليكيشن واقول له مثلا آآ فيس آآ بوك. فيسبوك. وقول له قول بقى كله بقى كده كل حاجة خاصة بالفيسبوك. تمام? فلو انت الجست دول طالعين للفيسبوك. تمام? تعال بوضك كده لان انا اتخيلها. بقول له لو الجست دول طالعين للفيسبوك. بعد اذنك اعمل لوت بالانس من هنا وهنا. طب لو طالعين لأي مكان تاني لو طالعين بقى اليوتيوب لا. مش هتلاقي حاجة بتماتش. بينزل يماتش في الامبنس بقى اللي تحت. تمام? بس طبعا مش هننا احنا تشغل حاجة زي دي لان تحديد الابليكيشن والانترنت سيرفز داتا بيز بيحتاج طبعا اللي انت يكون البوكس عندك لائنس عشان بيطلع على فرور تجيت ويحدد الابليكيشن ده. في حاجة زي دي ايه مش هتشتغل يعني مش هنعف نجربها بس يعني ان شاء الله يكون الموضوع سهل ولو حد عنده اي سؤال ممكن يسيب على النيكت اي او على الجيميل او يبعث لي على القناة او الفيسبوك بتاعي او ينشر على الجروب بتاعنا ولو حد يمحتاج اي اي مساعدة سواء بروتشر او ضم فيه سواء ان يسي اي بروتك تبع محتاج اللي واي امتحن اه ممكن يكلمني على رقم على الواتساب اللي هو رقم رداكم ده او يتواصل معي اه عن طريق اي لينك من قدامكم ان شاء الله شكرا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.